موسيقى موسيقى مساء القل على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان برحب حضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف حضراتكم عارفين أن المحترف يوم الجمعة دايماً بنعمل حصاد للكرة المصرية ملفات كل الكرة المصرية دايماً بتكون مع حضراتكم يوم الجمعة الحقيقة الفترة اللي فاتت كلنا أكيد متابعين منتخبنا وما قدموا منتخب مصر في أمم أفريقيا في أبيجان 20-23 النهاردة هنتكلم عن ملف ده يعني بشكل مختلف شوية أعتقد كل الناس بعد خروج منتخب مصر من دور للستاشر الكل تكلم على المنتخب وإزاي والمدرب والمدير الفني والتحاد الكورة وقلينا النهاردة نتكلم الحقيقة بشكل احترافي شوية ونتكلم بشكل هادي شوية لأن الحقيقة مع كل إخفاق بهي هي الكلام وهو هو الحديث وفيين البلان وفيين المدير الفني والمدير الفني بياخد كذا والمنين اللي جابوا ومن اللي حيمشي اتحاد الكورة يمشي اتحاد الكورة يقعد الحقيقة بنفضل ندون واللف في الدائرة دية مع كل إخفاق الحقيقة ولو رجعتوا بالزاقرة لـ 2019 وما قبله من أيام حتى الكابت المحمود الجوهري يعني كلها ردود أفعال بتبقى سريعة جدا وردود أفعال الحقيقة سريعا ما دخول الدوري والمسابقات المحلية والدنيا بتمشي لغاية إخفاق آخر ونرجع تاني لنفس الموالي الحقيقة النهاردة عايز أتكلم حضراتكم في الملف ده بهدوء شوية ونتكلم بشكل احترافي شوية وبشكل الحقيقة أتمنى أنه هو يكون يعني واقعي والناس تشتغل على جزء من اللي أنا بقوله لأن الحقيقة كلنا بنحب بلدنا وكلنا الحقيقة كمان كان سقف طموحاتنا كبير جدا جدا لمنتخب مصر في هذه البطولة وكان كل التوقعات على الأقل نوصل للدور قبل النهاية أو ليه لأ نحصل على النجمة اللي تمنى في تاريخ مصر والحقيقة كلنا كمان كان عندنا حالة إحباط وحزن كبير جدا جدا بعد الخروج من دور الستاشر هتكلم حضراتكم جزئية زي ما بقول لحضراتكم المشكلة اللي عندنا كانت إيه وحقدم لحضراتكم بعض من وجهة نظر بعض الحلول اللي ممكن تكون مناسبة للفترة اللي جاي لو كلمنا عن المشاكل المنتخب الحقيقة كل اللي بيتكلم على منتخب مصر آه عندنا لعيبة كويسة عندنا لعيبة مميزة عندنا جيل يستحق الحصول على بطولة أفريقيا واستحق الوصول إن شاء الله لكاس العالم ستة وعشرين كل ده تكلمنا عليه وما عندناش أي مشكلة فيه لكن آه حرجع واتكلم حضراتكم إحنا دايما بعد كل إخفاق أو بعد كل فشر خلينا أقول نحنا نبدأ نتكلم تاني على التطوير من رأس الهرم آه المدير الفني ده لازم يمشي مش مناسب آه اتحاد الكرة لازم يمشي من اللي جاب المدرب دوت لا لازم نجيب مدرب وطني لا محلي لا وطني لا محلي هنبدل في الدوامة دي الحقيقة إلى ما لا نهاية لكن الحقيقة الواضحة قدامنا إن إحنا عندنا للأسف يعني عندنا يعني إدارة ملف كرة القدم الحقيقة في مصر بيدار بشكل عشوائي جدا جدا أنا باعتذر عن كلامي لكن هي دي الحقيقة واللازم نواجهها إحنا عندناش الحقيقة أي تخطيط أو أي بلان للقرة المصرية خلال السنوات الطويلة اللي فاتت حتى النجاحات اللي كنا بنحققها إذا قلنا نجاحات الوصول لكاس العالم 2018 الحقيقة كان بشق الأنفس وكان في آخر مباراة كمان مع الكنغو بدرب الجزاء في نهاية يعني الوقت الإضافي كمان وصلاح بيوصلنا كاس العالم أو منتخب مصر بيوصل كاس العالم يليها بعدها إحنا من ألفين تقريبا من ألفين وعشر دلوقتي داخلين على تلاتاشر سنة بدون أي بطولة على مستوى الأفريقي بنتكلم على إخفاقات على مستوى منتخبات الأولمبية حتى وصلنا للأولمبيات أنا في اعتقادي ما بيبقاش إنجاز كبير قوي إحنا دايما بنوصل للأولمبيات بشكل يعني مش بقول بشكل مستمر لكن بتوصل على الأل للدوري التاني وبتوقف منتخبات النشئين والشباب للأسف كمان كان فيها إخفاقات كثيرة جدا 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 دا حلنا على مستوى المنتخبات يعني على مستوى المنتخبات للأسف الفترة اللي فاتت كان فيه منتخب الشباب والنشئين ودلوقتي المنتخب الأول بإخفاقه فيه البطولة الأفريقي لما بنيجي نتكلم يقول لك خلاص إحنا نشيل المدير الفني للمنتخب ونجيب مدرب أو مدير فني جديد ونشيل الاتحاد أو الاتحاد يرحل ويجي ناس جاية طيب خلينا نتكلم المشاكل دي تكلمنا فيها كتير جدا الحلول إيه يعني إيه الحلول الحقيقية اللي ممكن جدا من خلالها مش هقول لك يتطور أداء المنتخب الأول لأن دايما أنا بتكلم أن دايما الحل بيبدأ من القاعدة وليس من رأس الهرم دايما لما بتعمل لما بتعمل مشروع لازم تبدأ فيه من من تحت خالص علشان المشروع بيطلع واحدة واحدة كل سنة بتحقق تارجة معين لغاية في الآخر ما كل النجاحات دي بتصب في المنتخب الأول لكن مش هتعمل أبدا إصلاحات في المنتخب الأول كده وحتلاقي قرى مصرية بتتطور ده مش ده مستحيل إنك تبدأ تصلح من رأس الهرم وبعدين تقول عندنا نجاحات ده مستحيل لازم الأول القاعدة تكون عندك سبتة والقاعدة تكون شغالة بشكل احترافي ولما بتكلم على القاعدة بتكلم على الكور مصرية عمتا على مستوى المنتخبات لازم يكون على مستوى المنتخبات فيه تخطيط واضح وفيه بلان واضح لمنتخبات ناشئين شباب أولومبيا هم دول السكة لفرز عدد كبير من اللعيبة لو كنا بنتكلم من منتخب مصر الوقت من أكتر منتخبات اللي كانت متواجدة في الأعمار السنية معدل الأعمار السنية لمنتخب مصر تقريبا في بعض المواقع بيقول 29 سنة وبالتالي ما فيش تدعيم ما فيش حد صغير طلع ما فيش ما فيش ما فيش فكل ده جاي من إيه جاي من تحت جاي من قطاء من المنتخب اللومبي والمنتخب اللومبي بياخد من منتخب الشباب ومنتخب الشباب بياخد من منتخب الناشئين وبالتالي عشان تصلح رأس الهرم لازم اللي تحت هو اللي يشتغل صح ويبدأ يطلع درجة درجة لغاية ما هتلاقي عندك لعيب لعيب دولي بشكل كبير جدا يقدر يحق نجاحات ده دي جزئية جزئية مهمة جدا هنشتغل دي ازاي ليها شغلها يعني كل اللي بقوله ده ليه شغل كتير جدا جدا إصلاح يعني جزء كبير إن احنا نشتغل من تحت ده عايز شغل كبير جدا حييجي منين المنتخبات بيتيجي عن طريق الأندية طيب الأندية هل الأندية ماشية بشكل علمي بشكل صحيح في قطاعات الناشئين والأكاديميات مش موجود في مصر يعني خل ما يعني لو نتكلم عن النادي الأهلي هو النادي الأفضل على مستوى مصر الحقيقة اللي شغل في الجزئية ديت ولكن كمان مش بشكل كامل وخد عندك بقى كل المشاكل بالنسبة للقطاعات اللي تحت بتتكلم على دوري ناشئين أو دوري شباب أو دوري للناس اللي عندها 15-16 سنة تعال اتفرج على الملاعب اللي بتلاعب عليها المباريات عامل ازاي مستحيل يقدر يطور اللعيب يطور نفسه مستحيل في ظل هذه البنية التحتية بنتكلم آه استداد كبيرة جدا عندنا في مصر ورائعة لكن انزل شوف الشباب يتمرن ازاي شوف الولد اللي عنده 13 سنة و 12 سنة بيلعب دوري دوري البراعم أو دوري الناشئين أو 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 دوري القطاع تعال اشوف الملاعب اللي بيلعب عليها مستحيل يطور مستوى في ظل هذه البنية التحتية انا بتكلم على ديتيلز الناس بتقول عليها ممكن تكون صغيرة شوية لكن دي حقيقة انك عشان تطور ولد لازم يعني تأهله كل التولز الأدوات ومن سواء من ملاعب حتى من ملابس من الكورة نفسها تعال اتفرجوا على بعض الدوريات في قطاعات الناشئين بيدعبوا بكورة عاملة ازاي حتى الكورة هتقول لي الكورة ليها ده ايوة الكورة ليها الادوات مهمة جدا جدا ده جزئية لازم تتحل الاكاديميات الكتيرة جدا جدا في مصر ازاي ان نستغلها وازاي ازاي يبقى اتحاد الكورة نفسه عنده سيطرة على زي الاكاديميات والمواهب ديت انا قبل كده مع حضراتك قلتلكو المانيا 2006 اخفاق في كاس العالم واللي كان على ارضهم عملوا خطة طويلة الاجل خدوا كاس العالم 2018 اتناشر سنة شغل اتناشر سنة شغل ما بتكلمش على سنة ولا اتنين ولا تلاتة اتناشر سنة وانا بتكلم على بلد كبيرة جدا جدا في كورة القدم العالمية اسمها المانيا اسبانيا ما كانتش حتى بتوصل كاس العالم لفترات طويلة 97 من 97 ل 2010 اشتغل عشان ياخدوا كاس العالم 2010 تلاتاشر سنة بتتكلم في تلاتاشر سنة شغل على مدة طويلة فانا بتتكلم علينا عندنا بعض التقارب اللي الناس بدأت تشتغل عليها واحنا وقفين مكاننا الدول الافريقية او المنتخبات الافريقية اللي احنا بنشوفها ومغدودين قوي ان الحق الرأس الاخدر الحق موزنبيغ الحق الكنغو بيعملوا ايه الحق جنبيا بيعملوا ايه الحقيقة احنا كنا بنتخد من دوت لكن الناس دي شغلها بقالها فترات تشغل بشكل منظم وشكل علم هنيجي عندنا في مصر لأسف ولا فيه تخطيط ولا بشكل علمي ولا منظم وكلها الحقيقة عشوائية 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 ومنتظرين نجاحات للأسف النجاحات مش هتيجي نجاحات الكابتن حسن شحات هارجع لكابتن جوري نجاحات الكابتن جوري الوصول كاس العالم تسعين جيل منظم قوي عنده شخصية وصلنا كاس العالم تسعين ومن بعد كاس العالم تسعين عادنا قديل غاية 2018 ما وصلناش وبعدين كابتن حسن شحاتة بالجيل الرائع بتاعه 2006 2008 2010 جيل لعيبة على مستوى عالي جدا فنيات وكاراكتر وشخصية خدنا ثلاث بطولات وبعديها ما عندناش خلاص فكل دوت بيجي عامل بيجي مدير فني على مستوى عالي معها مجموعة كويسة من اللاعبين على مستوى الفني وعلى المستوى الكاراكتر والشخصية بتعمل نجاحات ولكن نجاحات ديات مش مدروسة ما عندناش تطور فيها للأسف عشان تبدأ بتطور عندنا المغرب يشتغل صح بالرغم ان المغرب خرج في دور الستاشر لكن ما عندوش المشاكل اللي عندنا الحقيقة اتفرج على المنتخبات زي منتخب الرأس الأخضر اتفرج على منتخبات زي الكنغو اتفرج على منتخبات زي مالي اتفرج على منتخبات زي حتى جنوب أفريقيا على المستوى الفني رائعين فانا بتكلم عن مشاكلنا الحقيقة الحقيقة لازم نبدأ التخطيط لو فيه تخطيط وفيه بلان ما نعودش نلف والدور نجيب مدرب أجنبي ولا مدرب مصري الفريق يعني نشيل للاتحاد ولا نجيب التحاد تاني الحياة كل دوت للأسف كلها مسكنات علشان تبدأ الأمور تعدي وبعد كده تخش في الدورة والهيصة والناس تنسى وهكذا لا عايزين تشتغلوا صح ابدأ من القاعدة نظم العملية اللي تحت بشكل كبير جدا جدا عندك اتحاد الكرة يا جماعة اتحاد الكرة الألماني عنده الابرهاند عنده السيطرة على 75 ألف أكاديمية موجودة في ألمانيا 75 ألف أكاديمية هو اللي يعني بيجيله بيشرف عليه بشكل أو بآخر والمواهب اللي عندها 5-6 سنين هي ده ممكن يشتغلوا عليها من دلوقتي الناس بتشتغل كده ما بيشتغلش على واحد لسه احنا بنقول ده لسه ناشئ عنده كم سنة يا ابني ده 23 سنة لسه ناشئ الكلام ده مش موجود في العالم كله ما فيش دولة في العالم بتقول على واحد عنده 23 سنة ده لسه ناشئ احنا عندنا لسه الكلام ده موجود دلوقتي الناس بتلعب بره عندها 16 و 17 سنة عندها 50 و 60 مباراة دولية احنا فين من الكلام ده وتيجي تقولك احنا زعلانين لا ما تزعلش ما تزعلش لان هو ده حالنا الحقيقة وعشان تغير حالك لازم الحقيقة لازم تصارح نفسك بالأول انت واقف فين احنا للأسف واقفين في حتة وحشة جدا وحنستمر في هذه المنطقة السيئة جدا لو ما فيش تطوير هات ناس ومش لازم تكون تجيب ناس يعني حتى لعيد كورة لا هات ناس بتتكلم على الكورة صناعة هات ناس تقدر تدير بشكل كويس هات ناس تقدر تحط بلان بشكل كويس كل من ليه خبرة في هذا المجال حيساهم بفكرة والأمور مش صعبة بص حواليك وحتى خد خد من كل جزء خد المغرب اشتغلت ازاي عشان يكون عندها كل اللعبة دي محترفة في درويات كبيرة اشتغلوا على ملف الجنسيات الناس المولودة المغربيين مولودين في أوروبا اشتغلوا عليهم بشكل أكتر من رائع ده كويس هات وده كويس هات وهات 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 وبع عنده قاعدة كبيرة جدا هل الدور المغربي أفضل من الدور المصري عشان يطلع لعبة بهذا كم انا ما اعتقدش الدور المصري قد يكون افضل شوية من المغربي لكن هم اشتغلوا على ملفات تساعد المنتخب ان يكون عنده قاعدة كبيرة من المحترفين طيب يا وكبت ان احنا لعبتنا ما تقدرش تحترف عندنا احسن لعب في العالم محمد صلاح هقول له لا تقدر تحترف لكن مين اللي بيهيئ المجال والجو المناسب انك تقدر تطلع او مصر تطلع لعيبة كل سنة على اقل خمسة ستة بيحترفوا بر عندك مشكلة مع الاندية عندك مشكلة حتى مع اللاعبين نفسهم عندك مشكلة مع تأهيل الولاد دول عشان يقدروا يكملوا بره عندك تأهيل على المستوى الشخصي وقلت الكرة مش فنيات بس ممكن يكون لعيب كويس يطلع بره يعود له سنتين ثلاثة ويرجع لانه ما عندوش الكاراكتر والشخصية اللي يقدر يشتغل بها بره فكل دوة الناس لازم تشتغل عليه تبدأ من تحت تبدأ من تحت اوي وتبدأ تعمل خطة معلنة للناس كلها يا جماعة احنا هنشتغل البلان بتاعنا واحد اتنين تلات اربعة خمسة هناخد السنة الاولانية او اول سنتين هناخدهم عشان نحقق ده بعدها السنتين التانية كذلك وابدل اشتغل المانيا اشتغلت لمدة بقولك لمدة تلاتاشر سنة اسبانيا اشتغلت لمدة تلاتاشر سنة عشان ياخدوا كس العالم بتكلم على المانيا واسبانيا ما بالك يعني عندهم قاعدة كبيرة جدا واشتغلوا عليها فاحنا لازم نحط ايدينا على المشاكل اللي عندنا المشاكل اللي عندنا مشاكل من تحت من قطعات الناشئين عندي علامة استفان برضو قطعات الناشئين لازم يبقى الاسم حتى يتغير الاكاديمي ليه الاسم يتغير لان كلمة اكاديمي هي كلمة هي مؤسسة تعليمية ولازم الناس تعرف اللي موجودين في قطعات الناشئين أو المفروض في الأكاديميات دول ناس عايزة تتعلم وتتوجه وتتطور بشكل علمي وبشكل احترافي عشان يكون لعيب كرة كويس وشخصية متزنة أنا بجيب لعب الكرة الكويس مع الشخصية ما تقدرش يعني ما تقدرش تقول لا لعيب كويس قوي بس شخصية وحشة مش هيكمل ده ما ينفعش لازم تطور أداء الولاد الصغيرين عشان يكون عنده أولا شخصية يقدر يتحمل الضغوط ويقدر يتحمل التحديات وتبني لعيب كرة كويس ده من تحت أنا بتكلم في سن ألمانيا اشتغلت مع الولاد اللي عندهم سبع وتمان سنين عشان يغضوا كاس العالم 2018 ما اشتغلوش على الولاد عندهم 25 سنة ولا 23 سنة ولا 18 سنة اشتغلوا عند الولاد اللي عندهم سبع وتمان سنين لأن السبع وتمان سنين بعد عشر سنين كان عنده 18-19 سنة بلعيب دولي كويس ده اشتغلوا عليه فالملفات كثيرة جدا مشاكلنا كبيرة جدا بتكلم على النهاردة عندنا مشاكل اه عندنا مشاكل كتيرة جدا اولها لازم تبني من تحت وبعدين تبدأ تبني لغاية ما يكون عندك منتخب قوي ملف الناس اللي احنا شغالين عليها تقريبا ان هنا في المحترف بقالنا سنة ونص قدمنا اكتر من خمسين او ستين لعيب زوج نسية مزدوجة يا جماعة الملف ده مهم جدا لو انت مش قادر في الدور المصري تفرز لعيبة كويسة عندنا اه لاعيبة كويسة لكن مع التحديات ممكن يكون عنده دفعات شوية الرتم مختلف شوية السرعة مختلفة شوية القوة البدنية مختلفة شوية فلو انت تستغل الجزئية ديت والولاد الصغيرين المصريين اللي بلعبوا في اوروبا اللي عنده اربعتاشر وخمستاشر وستاشر سنة لو تتواصل معهم ويبقوا موجودين لان دول عندهم اساس افضل شوية ممكن تستفيد على الاقل باربعة خمسة يا عم هاتلك ست لعيبة من الناس الموجودة بره اشتغل عليهم ستينين جايين بقى ما يكون عندك خمس ست محترفين هيكون عندك حداشر اتناشر محترف ده ملف اللي يجب تشتغل عليه نظم قطعات الناشئين بالقاعدة بالبنية الاساسية باللوايح وا 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 فكرة تانية ليه ما تديش الاندية المصرية اللي بيلعبوا دوري ممتاز تديله اللايسونس تديله الرخصة انه ممكن جدا يلعب في الدوري الدرجة التانية والدرجة التالتة اسفان يا بتعمل كده بارشلونة عنده فرقة بتلعب في الدرجة التالتة ليه لان عندك قاعدة كويسة من الناشئين هتيجي عند سن معين كل دول هيمشوا بدل ما يمشوا لا يلعبوا ياخدوا ياخدوا مباريات رسمية ويطوروا يكون عندك افراز لعيبة على مستوى افضل فنيا وبدنيا وزهنيا ونفسيا كمان فعندنا شغل كتير جدا لازم نشتغل عليه ما اشتغلناش عليه الفترة اللي فاتت الحقيقة وكلنا بنبص لنجاحات واخفاقات المنتخب الاول ومن خلالها بنقايم الكرة المصرية وتطوير الكرة المصرية الحقيقة ده غلط كبير جدا لنا كلنا ان احنا بس بنبص للمنتخب الاول طالما بتبص للحتة دي بس وسايب اللي تحت يعني يضرب يقلب زي ما بيقولوا مش هتلاقي نجاحات ولا تحت ومع الوقت مش هتلاقي كمان نجاحات حتى على مستوى الفريق الاول او المنتخل الاول زي ما احنا شايفين دلوقتي فالحقيقة كمان عندنا مشاكل تانية بيقولك نجيب مدرب مصري ولا اجنبي دلوقتي يقولك لا ده وقت المدرب المصري مدير الفني المصري طيب عندنا مين يقولك والله للأسف ما عندناش كتير طب احنا ما عندناش كتير ليه دي شغلة اتحاد الكورة الحقيقة يعني دي شغلة اتحاد الكورة انت بتطور مدربينك ازاي بتآهل المدربين الموجودين ازاي الرخص التدريبية اللي بتطلع للمدربين اللي تحت في القطاعات الناشئين بتطلع ازاي بياخدوا ايه علشان تديلوا اللايسنس ديت علشان يبقى عندك يعني عندك مدربين ما تقدرش تقول ده يصلح وده يصلح وده يصلح لما نجي دلوقتي نتكلم حتتكلم على اسمين تلاتة في مصر بتتكلم على اسمين تلاتة بالكتير لا ده انت ممكن فقط انواقات تتكلم على العشر اسماء وطنيين لا ده كويس لا ده افضل لا ده افضل لو انت فعلا بتشتغل على المدربين وازاي تأهل المدربين وازاي يكون عندهم بياخدوا بياخدوا الرخصة ديت يعني بدراسة كبيرة جدا جدا والاوقات طويلة ويشتغل بيها اللي بياخد سي لازم يشتغل عشان ياخد البي واللي بياخد الاي لازم يكون اشتغل بي لازم يكون فيه نظام لتطوير المدربين بتوعنا سواء مدربين الاكاديميات او قطاعات الناشئين تدريجا لغاية مدربين المنتخبات لان هم دول الصناعية انت بتصنع انت راجل بتصنع لعيب بتصنع عندك كده عندك خامة حلوة اوي الخامة الحلوة اوي ديت المدير الفني الدارس اللي عنده علم اللي عنده خبرة يطلع لك منها منتج رائع لكن واحد تاني ممكن يكون عنده الخامة ديت ما يطلعش منها حاجة والاسب ده اللي موجود في مصر خامات موجودة مواهب موجودة وكلنا بيقول كده طب احنا فين من مواهب دي عبال الولد ما يكون عنده 18 سنة لسه صغير لا مش لسه صغير اللي عنده 18-19 سنة وما يكونش وصل لدرجة انه يلعب منتخب مصر ويكون عنده شخصية وعنده فنيات تأهلوا لكده يبقى احنا بنشتغل غلط فالحقيقة كلها حاجات كتيرة جدا مهمة جدا علشان نقدر نقول ان احنا ماشيين حتى على الطريق الصح يعني ماشيين على الطريق الصحيح بلان محطوط بكل المشاكل اللي عندنا بالحلول المقترحة والمشروع اللي بتكلم فيه ده مش مشروع اتحاد الكورة ده مشروع بلد بحاله يعني ده مشروع المفروض كل مؤسسات البلد تشتغل معاها اتحاد الكورة وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم هيقول لك ما لكم التعليم ليه التعليم مهم جدا لما يكون عندك لعيب متعلم حتيبقى قبوله للكلام وبناء الشخصية اسرع ده مهم جدا كمان بتتكلم على نواحي كثيرة جدا بتتكلم يا جماعة لازم عندنا عدد كبير محترفين يطلع بره يبقى سهل العملية على الاندية سهل العملية على اللاعبين مش كل واحد وكيل يسرق لعيب من واحد شايفه كويس ويطلعه بره يعني الناس ديت برضو لازم تبقى عندها عندها محاول رئيسية بنشتغل عليها عشان نبني قعدة نبني الكورة المصرية من اول وجديد لان احنا الحقيقة احنا عندنا للأسف قصور كبير جدا جدا اتمنى الكلام اللي بقوله يعني ناخده بحمل الجدية الحقيقة لان احنا انا المتوقع يعني انا متوقع ان احنا هنتكلم كتير قوي وحنعرض حاجات كتير جدا لكن مع الوقت هتلاقي الدنيا نامت تاني ودخلنا على الدوري ودخلنا على الكاس والدنيا دي هتتنسي وعلى غاية ما نخش تصفيات كاس عالم لا لازم نكمل كاس العالم وان شاء الله يعني مصر لازم تكون موجودة في كاس العالم تسعة ونص تسعة منتخبات ونص هتتاهل من افريقيا انت بتقول كمان دلوقتي حلم الوصول لكاس العالم عشان ما حد يشتحك عليك يقولك حلم الوصول لكاس العالم لا للاسف ما بقاش حلم بقى دلوقتي حلم لما كان بياخدوا اتنين فرقتين من افريقيا لكاس العالم ده كان يبقى حلم لكن عندك تسعة منتخبات ونص كمان هتوصل كاس العالم من افريقيا وتيجي دلوقتي تقول لي مصر حلماء الوصول لكاس العالم لا ده انت لازم التارجد بتاعك هنوصل ان شاء الله كاس العالم ده مش حلم ده لازم توصله وانك تعدي الدور الاولاني وانك تكمل شوية فيه ده 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 المفروض الشغل الحقيقي اللي يتعامل ما تتحجوش عن الناس ويبقى كاس العالم الحلم الكبير ولو وصلنا كاس عالم يا الحمد لله وصلنا احنا وصلنا 2018 وكان حلم الوصول لكاس العالم عملنا ايه في روسيا تلات مباراة هزيمة اعتقدكم المباراة الاولى مع أورجوي ولا برجوي والمباراة التانية مع روسيا والمباراة التانية مع التالتة مع السعودية اقفاء بدون نقاط فمش عايزين حد يضحك علينا احنا الحقيقة لازم وقفة حقيقية جدا جدا مع النفس ولازم نواجه مشاكلنا ونعترف بمشاكلنا على كميع المستويات على مستوى لتحت قطعات النقشيين على مستوى الدور المصري ولازم يكون فيه جماهير ولازم الجماهير تخش ولازم يكون فيه تحدي أكبر ولازم يكون عندنا لعيبة محترفة اللي بتجيبها من بره أفضل من المصريين عشان ترفع من مستوىك مش مقلم من اللي عندنا ولازم يكون دوري منتظم ولازم يكون فيه يعني فيه أشكال كتيرة جدا جدا للحقيقة حتى الدور المصري لازم يكون فيه تقدم على مستوى التنظيم وعلى مستوى التنافسي في الدور المصري معلش أنا طولت على حضراتكم في النقطة دي لكن الحقيقة احنا مش هنسيب الملف ده يمكن إن شاء الله الإسبوع اللي جاي كمان عاملين إن شاء الله يمكن يوم الاتنين أو الجمعة مع حضراتكم هنقول لكم كل اللي بقوله دوت كل اللي بقوله لحضراتكو دوت إزاي يتطبق في ألمانيا إزاي يتطبق في أسبانيا إزاي يتطبق على مستوى بعض المنتخبات عشان نقدر نحط إيدينا لأنها ما بجيبش الكلام ده من عندي في تجارب قبل كده لمنتخبات كثيرة اشتغلت على هذه النوعية من الأزمات واشتغلت بيها لسنوات طويلة وصلت ل 12 و 13 سنة عشان يقدروا في الآخر يوصلوا لدرجة عالية جدا جدا من الاستقرار والنظام في القروي على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندي هننقش كل ده إن شاء الله من خلال فقراتنا اللي جاية أو حلقاتنا اللي جاية من المحترف لكن خلونا بس في البداية كمان نروح معاكم لأخبار نادينا العظيم النادي الأهل حيان النادي الأهل النهاردة الفريق الأول واصل تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التيتش بالجزيرة استعدادا للارتباطات طبعا القادمة خاد اللاعبين فقرات بدنية مكسفة قبل طبعا التدريبات التخصصية في دوق البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني طبعا حضراتكم عارفين النادي الأهلي كان خاد معسكر إعداد فيه طبعا في مدينة عجمان بالإمارات كان فيه مواجهتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتى الإماراتي وبيستعد النادي الأهلي أكيد دلوقتي لمباراة مهمة جدا مباراة شباب بولزداد الجزائري اللي ان شاء الله فيه دور المجموعات لدوري أبطال أفريق كمان النهاردة مستر كولر والمدير الفني لنادينا عمل أو عقد اجتماع مع الطاقم الفني المعاون على هامش التدريب النهاردة ووجه الاجتماعات لمنقشة العديد بقى من الجوانب المتعلقة استعداد لمباراة اللي جاية للفريق الأولويات ايه وطبعا أولوياتنا هي مباراة بولزداد الجزائري وتطرق طبعا فيه الاجتماع لكيفية الترتيب لمباراة بولزداد وبرنامج إعداد الفريق عقب عودة ان شاء الله الدوليين وماذا كان فيه مباراة ودية ولا لا هيخدها الفريق قبل مباراة بولزداد طبعا كل ده بناء على عودة اللاعبين الدوليين والتدريبات الاسبوع ده ان شاء الله وزا ما بقول لحضراتكم يمكن الروح المعنوية مرتفعة جدا وعودة خلاص الجدية في التدريبات طبعا بعض اللاعبين الدوليين لسه موجودين في قد بوار ويعني حيعودوا ان شاء الله بسلامة الله كده ويعودوا ان شاء الله يعني بخير بدون إصابات عشان ينضموا للنادي الآلي اللي بداية بقى مشوار الحقيقة مشوار طويل جدا جدا للنادي الآلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القر معنا خبر سعيد الحقيقة الجماعيري النادي الآلي ان ريدا سليم ريدا سليم طبعا اللاعب المغربي الرائع بدأ المشارقة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية على هامش المراني النهاردة الصبح في التتش بالجزيرة والدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق قال ان ريدا سليم الحمد لله اكتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل اللي خضع ليه طبعا بعد إصابته في الكتف بدأ يشارك بشكل تدريجي مع تدريبات المجموعة كلها كان مبارح طبعا السناء اللي كان مصاب أحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح شاركوا النهاردة في التدريبات الجماعية استعدادة طبعا لعودة للمباريات والشيء الجيد كمان ان علي معلول نجمينا رجع طبعا عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كاس الأمم الأفريقية انتظم بشكل كامل في تدريبات الفريق طيب زي ما قلت لحضراتكم النهاردة يكون عندنا كلام مهم جدا عن منتخب مصر كمان هنعرف حضراتكم كمان البطولة الأفريقية وصلت فين خلاص النهاردة بدأت دور التمانية كان حيبقى شغال ومباراة نيجيريا يعني الحقيقة شغالة دلوقتي هنتابع مع حضراتكم النتيجة أول بأول الشكل دور التمانية هكون ازاي ايه المتوقع خلال الفترة اللي جاية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الصورة النهاردة نيجيريا متقدمة على أنجولا مش مفاجأة طبعا نيجيريا رغم أنجولا الحقيقة عملت مباراة رائعة في دور الستاشر لكن نيجيريا الحقيقة فريق قوي جدا جدا نهاردة نيجيريا ما زالت المباراة مستمرة واحد سفر أمام أنجولا والساعة عشر ان شاء الله مباراة غنية أمام الكون والديمقراطية بكرة ان شاء الله مالي هتلاعب قد بار الساعة سبعة ويليها الساعة عشر مباراة جنوب أفريقيا مع كاب فيردي أو الرأس الأخضر دي مباريات دور الستاشر دور التمانية آسف وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقة رغم خروجنا المبكر من البطولة لكن الحقيقة مهاجمنا مصطفى محمد الحقيقة كان واحد من نجوم البطولة الحقيقة يعني واحد من الناس طلع كل طاقته بزل مجهود كبير جدا كل اللعيبة الحقيقة بزلوا مجهود لكن في اسمين ثلاثة كده هنقشهم حضراتكم كان لهم دور مهم جدا جدا ويحق الحقيقة مصطفى محمد رقم غير مسبوك في تاريخ اللعبين المصريين في البطولة من خلال التسجيل في أربع مباريات متتالية نشوف جدول تدريب ترتيب الهدفين في البطولة لغاية دلوقتي طبعا الهدفين لغاية دلوقتي إيميليو طبعا مهاجم من غينيا الاستوائية بخمس أهداف دالا أو جيلسون دالا مهاجم أنجولا بأربع أهداف مصطفى محمد مصر بأربع أهداف مبلولو طبعا الأنجولي ولعب التحاد السكندري بثلاث أهداف لسين دامن مالي بثلاث أهداف وتراوري بوركينا فاسو ثلاث أهداف وبغداد بنجاح الجزائري بثلاث أهداف دي قايمة الهدفين لغاية دلوقتي في البطولة الأفريقية طبعا توقف رصيد مصطفى محمد اللي اعتقاد الشخص اللي كنا كان منه اعتقد مصطفى محمد كان هياخد هدف هذه البطولة وقد يكون واحد من أهم اللاعبين في هذه البطولة لكن قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل زي ما قلت لحضراتكم النهاردة هنتكلم على البطولة بشكل كبير استعدادات النادي الأهلي للمباراة بشكل كبير النهاردة طيب نيجيريا الجوني التاني 2-0 لنيجيريا زي ما بقول لحضراتكم نيجيريا فريق قوي جدا 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 ويمكن السنوات اللي فاتت كان نيجيريا عندها بعض الأزمات لكن عندها سكواد رائع أكتر من رائع الحقيقة وظهر دوت شفتم المباراة صحيح العجل اللي كذبوا فيها 1-0 روح معنوية كبيرة جدا وسمين اللعيب البلعب في نابولي أفضل لعيب في أفريقيا وأجل لعيب في أفريقيا دلوقتي من اللعيب المميزة جدا روح قتالية على أعلى مستوى اعتقاد الشخصي نيجيريا هتكون في طرف في المباراة النهائية هيكون معنا النهاردة حديث بالأرقام مع يعني عن النادي الأهلي وعن منتخب مصر مع الدكتور زمينا المتقلق أحمد بيومي هنتكلم معاه في فقرة حوارية كمان مع اتنين من نجوم مصر الحقيقة الكابتن عادل طيعمة والكابتن عمر الحديد نتكلم في كل تفاصيل حاليتنا النهاردة ان شاء الله خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم نجمنا الكبير أو نجمنا الكبار الكابتن عادل طيعمة والكابتن عمر الحديد هيكون موجودين معنا النهاردة في المحترف بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب النهاردة طبعا بضيوفي الكبار الكابتن عادل طيعمة مسأل فل عليك مسأل خير يا كابتن أخبرك ايه كابتن الكبير عمر الحديد يا عمور مسأل فل مسأل فل يا كابتن عام ننورنا زعلانين أب أكيد طبعا كابتن عادل يعني هكلمك على المنتخب ونتكلم طبعا باستفادة شوية عن منتخبنا والخروج من دور السستاشر شفت تجربة تجربة العامة لمنتخبنا الأربع مباريات في بطولة أمم أفريقيا وهل كانت تمحاتك الوصول لنقطة أبعد من كده هل اتصدمت هل اتخضيت من الأداء هل اتخضيت من الخروج ولا كان عندك رؤية شوية أن منتخبنا قد يكون غير مؤهل للحصول على النجمة التمنى من سهل العجل هو بداية أنا ما استطنتش لأنك تمتوقع لأن من سنة ونص وهم بيتعاقدوا مع فيتوريا أنا عدو مجلس إدارة بيتولى الإشراف على المنتخب بيتعاقد مع مدير فني لمدة أربع سنين وأنا مدتي في الاتحاد سنتين ما فيش خبرات أفريقية وما فيش تدريب منتخبات وأفريقيا هي المسابقة اللي بتوديني كاس عالم بوابت كاس العالم طب فلما أنا أتعاقد مع مدير فني ما عندوش الخبرات دي وما عندوش في العقد بتاعه أي ارتباطات تؤهله إن أنا بشتغل وإنا عندي الحافز وإلا هبقى برة العقد فإنا لما عندي أم أفريقيا وما بحطولوش في العقد الشروط اللي هي بتسمح لي إن أنا بقى أنا الأقوى وأنا عندي القانون بيحميني إن أنا لو النتائج مش في صالحي أو الأداء مش موجود يبقى أنا من حق إن أنا أفسخ التعاقد كل المتشات اللي لعبناها كلها يا إما عندها ضعيفة يا إما منتخبات ضعيفة لعبنا هفتايم مع جزائر فقط ده اللي كان فيه يعني يعني فيه كورة وفيه مع غانا مع غانا مع الجزائر أمام غانا الأول مع جزائر لما لعبنا آه ده انت بتتكلم قبل البطولة قبل البطولة آه أنا بتتكلم على المرحلة على المشوار طويل آه 13 مباراة وبعدين إحنا الموجة عالية الموجة عالية جدا النتائج لو بتبص الأرقام بتحس إن النتائج مع روي فيتوريا قبل البطولة أفريقيا نتائج مميزة جدا ولكن مع فرق ضعيفة مع منتخبات يعني خلانا نقول منتخبات في المتناول التجربة اللي كانت يمكن تجربة قوية أمام منتخب بلجيكا أعتقد وأمام منتخب الجزائر يعني ومنتخب بلجيكا احنا كلنا بنوبصن بالعشرة الكلام في حالة يرسلها وشفنا طلع من الأدوار التمهدية وبعدين الحاجة التانية بتلاقي تنزانيا جاي بتلعبك ماتش ودي هل تتكلم بقى على استعدادات للبطولة نفسها ماتش تنزانيا هل تنزانيا اللي جاة تلعبتنا هنا هي تنزانيا اللي بتلعب في أم أفريقيا لا فريق مختلف تماما حتى العناصر الموجودة دا ما بيكونوش ما كانوش بيعدوا السنتر نشوفنا تنزانيا في أم أفريقيا حاجة فريق تاني خالص غير اللي كان بيجن والكلام دا موجود على فكرة على مدى تاريخنا الحقيقة دايما انت بصت لجاي منتخب رومانيا وبعدين انت بصت لقى الرومانيا اللي جاية دي الناس جاي منهم من على القهوة والمدارب بيلعب وانا حصلت وانت اكيد عارف يعني طبعا رحنا أم أفريقيا وكنا متوقعين ان دا هيحصل لان لعبة النادي الأهلي على طول مجهدة وكنا بنحظة يا اخواننا النادي الأهلي بيلعب كاس عالم عندي وافريقيا واحدك بتكلم طبعا مباراة تنزانيا الودية هنا تنزانيا ما كانتش موجودة في البطولة الأفريقية لكن على مستوى الاستعدادات ما كانش منتخب تقدر نقدر نيئيز به احنا وقفين فين دايما دايما المباريات اللي قبل البطولات المدير الفني بيعمل لها عشان نيئيز احنا وقفين فين بالزبط ونعرف عندنا دفوهات مشاكل في ايه بالزبط الحقيقة ما كانش مباراة ما خرجتش منها بحاجة الحقيقة يعني يا كابتن في المرحلة انت تتلعب تنزانيا هتلاقي نيجيريا بتلعب مع فرنسا ده حقيق المغرب بتلعب الأرجنتين غيرنا مش عارف بتلعب واحنا بنجيب تنزانيا هنا مش بنروح لها حتى يعني صحيح يعني هنفضل لحد امتى ما بنسمعش بعض طب هنرجع هرجع عليك كابتن عادل عشان احنا بنتكلم دايما عندنا اه عندنا مشاكل كتيرة جدا واحنا كل الناس عارفة مشاكلنا لكن الحلول هتبقى ايه هنتكلم مع حضراتكم خلال الحلقة ايه ايه الحلول اللي ممكن يعني ممكن نستفيد منها الفترة اللي جاي كابتن عمر كابتن عادل كان في نقطة مهمة جدا نقطة ادارية بالتعاقد مع مدير فني عمر مدرب منتخبات قبل كده بعقد كثير من الناس عليه علامات استفهام من حيث المرتب من حيث الشروط الموجودة في هذا التعاقد كلها مشاكل ادارية مش عايزين نخش فيها لكن مشاكلنا الكبيرة هي مشاكل كمان على مش عايز منستوى الفني كلاعبين لكن على مستوى الإدارة الفنية لروي فيتوريا روي فيتوريا قبل كاس الأمم الأفريقية حاجة وكاس الأمم الأفريقية بالأربع مباريات شخصية مختلفة تماما عجز تام على إدارة المباريات خضة ورحبة من الأجواء اللي شافها عايزك تقول لي إيه الفرق ما بين روي فيتوريا قبل البطولة وروي فيتوريا أثناء بطولة أمم أفريقيا كابتن هاني هاخد من كلام كابتن عادل إن إحنا إما جينا نلعب مع مباريات اخترنا مباريات ضعيفة المستوى وإما جينا بنفكر وقلنا هنجرب مباراة قوية تم إحراجنا في مباراة تونس وظهرنا بالمستوى اللي إحنا المفروض نقف عليه ونلحق نصلح اللي بيحصل فرحنا أول ونسينا في لحظة أما عملنا درون في مباراة الجزائر يعني مجرد قلنا إيه هو ده إحنا ما بنتحطي تحت ضغط لعيبتنا قد المسئولية ده شغل لعيبة لعيبة في الملعب تقدر تقدر تعلق كافة المدير الفني المدير الفني بقى وجهازه إحنا فرحنا بقى بجرقته وأنا أول واحد قلت ده جريء وبيعمل 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 فجأة أول لما حصل نقيد من تصريحاته في المؤتمر أنا مش مسافر عشان أحقق البطولة أنا هلعب في البطولة وقبل البطولة بيومين قال لك أنا رايح هاخد البطولة إيه اللي خلاه غيرت الكلام مين اللي أقنعك غير الكلام مين اللي قال لك الطموح ده فجأة جالك فهيوصل للطموح بتاعك لللعيبة أداءه بقى وشراسة لعيبته مش موجود إنك انت بتحتوي لعيبتك معي لعيبة كويسة وكويسة قوي إحنا دورنا بقى على الشمعة ننعلق عليها المشكلة ده هرب وده خاف وده مش عايز يبقى موجود وده عنده مشكلة وده بيقول لك أنا جاي لعروض انت الكلام ده كله اتقال قبل أضعف مجموعة على مستوى البطولة انت مش مزنبيك دي اللي انت كنت بتقول من أول ديئة كلنا فرحنا وفتحنا صدرينا على الواسع أول تلات ديئة جبنا جنين قلنا بس كده خلاص من الديئة تلاتة لنهاية المباراة إحنا مش موجودين وهو يطلع يقول في المؤتمر ان بين الشطين أنا حسيت ان لعبت مش مركزة يبا انت ما تكلمتش في القوطة يبا انت ما عنفتش لعيبتك ما شدتهمش ما وصلت لهمش ان دي بطولة كل المصريين بيستنوها ابتدت تبقى لعيبة هي اللي بتنفذ لعيبة هي اللي بتنفذ وجهة نظرها الكبار بيحتوي الموضوع وبيقدوا الأداء ده جينا في المطش اللي بعدي قلنا هيبقى عندك شراسة وعندك قلب صلاح مرموش تريزيجيه مصمم على تشكيلك هو هو وانت عندك مش بنتكلم عشان احنا بنتكلم عن مروان عطية بالذات احسن لعيب في مصر ستة دلوقتي مصر كلها تكلمت بمختلف انت مقاتا عارفين ان مروان بالزبط كده يعني انت قلت قبل كده انت مش مستدعي طريق حامد برا طريق حساباتك مروان هو احسن واحد في مصر بقاله سنة ونص انت في الوقت ده خدت واحد على حساب واحد كوك اتعور جبت مهند اه اسامة جلال الاختبارات قالت انه ما ينفعش جبت ياسر برايب وتطلع في المؤتمر تقول اصول العيب رقم خمسة عندي من امتى احنا بنقول الكلام ده احنا بنجبع لعيبتنا اللي بيقدي لك الشغل اللي انت عايزه انت بتبع عارف الاهم يا كابتن هاني انت رايح في جو الناس كلها قلتلك درجة حرارة عالية ورطوبة عالية روحت عملت قبل المطش بقدي ايه قبل البطولة بقدي ايه باربع خمسة باسبوع تم تسافر قبلها بكتير ومنها تعمل المطشات في نفس البلد وتعمل المطشات كلها هناك وطهارة خاصة ومتوفر لك كل حاجة اعتقد ايامنا يا كابتن انا وايام حضرتك بالذات ما كانش فيه موضوع طيارات خاصة دي خالص طيارات حربيت طيارات بتضرب اليد والله العظيم مع كابتن جوهر كانت بتضرب اليد في ماتش اكتوك وقافر كاسبور كنا بتضرب اليد في المطار فاحنا في اين من ده وانت دلوقتي بعدما الناس كلها زعلانة اجي اقول لكابتن عادل انا بوعيدكو بطولة الامم عشرين خمسة عشرين في المغرب ده تصريح مستفز للحياة كابتن عادل حتى يعني مجاش على لسان روي فيتوريا حتى اعتذار حتى الاعتذار اللي تلع من الاتحاد الحياة اعتذار يعني فيه دفعات كتيرة جدا لكن اللغة اللي بيتكلم بها كمان روي فيتوريا ان انا ما كانش مطلوب مني البطولة دي ووعيدكم البطولة اللي جاية في عشرين خمسة عشرين هحصل على زي البطولة يعني مستفز وعايز اقول لحضرتك كمان اه دي طبعا ده البيان اللي اصدره الاتحاد للمصر القرط القدم ما بينكو سنين كده بيان اعتذار يعني يعني كلنا قريناه في الحقيقة ولكن ما تلعناش منه بحاجة يعني يعني ما تلعناش منه بحاجة الحقيقة ولا يعني حتى كان فيه بعض الاجزاء منه تحس ان كان المجلس الادارة بيتنصل شوية من اللي بيحصل في الكرة المصرية اقول لك احنا يعني جزئية ان احنا يعني في الانتحاد المصري الذي قام بالدور الممنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل الصبر الخاصة لاعداد المنتخب قبل واثناء البطولة ده البراجراف ده الجملة دي من التحاد الكرة بيقول لك انا مليش دعوة ما بينكو سنين كده يعني ما معناها اه بما معناها يعني يا جماعة احنا وفرنا كل حاجة للمنتخب قبل وبعد واثناء البطولة فما بينكو سنين كده احنا ملناش دعوة هو رمى رمى كل على الجزء الفني كابتن عادل انت كنت صاح الحقيقة لان المنتخب تنزانيا كمان كان موجود في البطولة لكن ما ظهرش بالمستوى مثلا زي زي الراس الاخدر زي حتى موزنبيك زي غينيا فطبعا اللي انت بتتكلم عليه كمان الاعداد للمنتخب ما كانش بالشكل المطلوب عمر اتكلم في بعض بعض الاخطاء في اختيارات اللاعبين كمان للبطولة بعض الاخطاء في عملية التشكيل حتى في المباراة الاولى والتانية كان مصمم على التشكيل معين رغم كل الناس كانت شايفة غير كده ده بيعنعكس على شخصية المدير الفني هل روي فيتوريا شخصيته ضعيفة زي ما بعض ما بين قوسين بعض اللاعبين طلعوا قال وهو رجل شخصيته ضعيفة هل كان روي فيتوريا مغدود من البطولة مغدود من الاجواء فوجأ بمستوى المنتخبات الافريقية كان متوقع منتخبات موزنبيك على يعني في المتناول غانا الراس الاخدر يعني هل كان عنده ثقة زيادة شوية او عنده غير غير متوقع لأجواء البطولة الافريقية لا انت قلتها الشخصية ضعيفة والشخصية ضعيفة مش في البطولة الشخصية ضعيفة من اول يوم جي فيه اولا اول ما جاء قال انا معايا مساعدية وانا مش عايز مدرب معايا صحيح فجأة راح اتفرض عليه اتفرض عليه ايمن ابو عزيز ما ليه لان نتعرض عليه محمد يوسف محمد يوسف قال لا ده السيفي بتاعه قوي انا كان اتحاد انا اتحاد كورا ده يفيده السيفي بتاعه قوي يعني الرجل يفيده لا لا انا عايز حد يبقى تحتية مش حد محق بطولات اكتر مني لو الاتحاد بقى فيه ناس مسؤول او بتحب بلدها يبقى لما انا جيب خواجة المساعدين يبقوا مصريين علشان لما ييجي يمشي يبقى فيه وطنيين زي ما احنا بنشوف فوق افريقيا معظم المدربين الموجودين كلهم وطنيين لان احنا في مصر عندنا من الكفاءات كسواء كلاعبين او مدربين عندنا من الكفاءات انها ممكن انها تتولى المكان ده وبعدين فجأة ابتدى يطلع بعض اللاعبين من المعسكر علشان عندهم ما تشودي وبعدين ابتدى يتفرض عليه بعض اللاعبين وبعدين في القائمة حددك توصد في القائمة النهائية في القائمة وبعدين حتى في المباريات ما بيطلبش مباريات قوية بحيث ان انا انا جاي بقى لي سنة ونص ما عنديش برنامج ان انا اقول ان انا بعد شهرين عايز الاعب فرنسا فرنسا عايز الاعب الارجنطين في شهر كذا في التوقف الدولي الكلام ده طبعا هو جاي يكل عيش الحاجة التانية الشخصية بتبان في انا كلاعب لما المدرب بتاعي يقولي بعد المباراة التلاتة دول هتعمل التدريب الفلاني فانت حتى في ادارة المباراة انت معك نجوم قوية جدا تمرنهم بعد بعد المباراة قدام الناس طب يا اخي خلي بس الناس تمشي وبعدين يعني كحاجة نفسية احسن الشحات وامهام وبعدين تروح منزلهم اتمران انت بتعامل مع اشبال التعامل النفسي ده طبعا درجة الغايب عنه الكلام ده لانه جاي مضى عق وضمن المبلغ اللي هو هياخده بحد أدنى ثلاث شهور اذا ما كانش هياخد السنتين الكارسى بقى في اختياراته في ادارة المباريات النادي بتاعه وقفوه ما بيلعبش ماتشات على اي اساس بتختار وعدين بتعمل الماتشودي الماتشودي انت الحراس حاطت شناوي شناوي كذا وصبحي الماتشودي بتلعب صبحي تم نمرة اثنين مفروض ابو جبل فانت بتلعب صبحي ازاي وانت معتمد على ابو جبل مبجرد الشناوي متعور من اللي لاعب يا كابتن هاني من الواضح كان في عدم تخطيط شوية للموقف او كان في انا من رأي الشخص ان هو كان مستسهل المجموعة يعني هو خدنا كواحد من الناس اه ده معانا موزنبيكو غانا غانا ممكن تكون هو على فكرة هو ممكن تكون غانا هي العقبة الوحيدة لكن موزنبيكو انا بالنسبة لي مباراة يعني في المتناول هو ولا الجهاز بتاعه بشتغل ما هو ده ما هو ده المصح لان زي ما حدرتك بتقول حتى منتخب تنزانيا اللي لعب في بطولة افريقيا مختلف تماما عن منتخب تنزانيا اللي احنا عملنا معه مباراة لان ما كانش موجود المحترفين بتاعهم لان احنا كنا بنلعب برضو في محليين لعبوا مع المحليين بمعنى صح ما كانش فيه عدد كبير من المحترفين بتاعهم فظهروا في في البطولة بشكل مختلف كابتن عمر كابتن عادل بيتكلم في نقطة خطيرة جدا من حيث اساس المنتخب نفسه عملية اختيارات اللعيبة او القايمة النهائية اللي كان انا مستغرب وكل الناس مستغربة مش عشان انا بتكلم في النادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي ياسر ابراهيم كان في اعلى مستوياته وما كانش وقده اصلا لولا اصابة عسامة جلال فجيه الراجل قاعد في المدرجات وبعدين احنا شايفين كلنا ان ما فيش تجانس ما بين عبد المنعم وحجاز الاتنين كل واحد واحده كويس لكن ما بينهم فيه فيه شكل مش مزبوط وياسر ابراهيم برا الصورة تماما حتى ما شاركش بشكل معين حتى في المباراة الاخيرة ما شاركش حتى يعني على مستوى التغييرات فالامور الامور يعني عايزك توصفها لي هو كان شغال ازاي في البطولة ديت على المستوى الهجومي مش مناششك على المستوى الدفاعي مناششك بص يا كبت انا اقول حاجة بعيدة شوية يعني رؤي فيه توريا ما مشي من مصر احنا قلنا بقى جابوا واحد وما سمعناش السيفي بتاعه الا بعد ما البطولة خلصت ما تقالتش ان هو بدرب محليين ما حدش قال الكلام ده خالص الكلام ده ظهر بعض البطولة الناس بقى اللي مسكة على الواحدة ان هو ما حققش حاجة معامدرب حراس مرمى لويس ستيفنتيس ده ما اشتغلش قبل كده في اي مكان وهو اللي طالب الجهاز المعاون بتاعه بيستعم مع اتنين مساعدين بيأيدوله وبيدونوله الحاجات وبيتكلموا عكا محلل للأداء كل الكلام ده شفناه قبل البطولة كان رؤي فيتوريا راح كو ديفور بقى مدام فيكتوريا الميدان وسع عليه وسع وسع جدا الراجل ما فكرش حتى بأداءه تغيير طريقة اللعب انت عندك مشكلة في ناحية الشمال حمدي وعندك نفس المشكلة في فتوح فتوح بيأيد زي ما كابتن عادل كان بيقول النفس الكامل ونعلى صبح احنا بنتكلم عشان ندور على الحل احنا مش بننقض الاشخاص احنا بنتور على الحلول اللي تنجح الكرة المصرية قلنا قبل كده ان الجنب الشمال عندك في مشكلة ده اماما ما خرج المشكلة وسعت انت مصمم تلعب التلاتة فلات اللي التلاتة بيعمله دور واحد اللي هو حمدي ونني وزيزو وفجأة خرجت زيزو برا خرص الماشي التاني وبعدين حصل زعل وقامسة رجعته تاني انت بتفكر ما تغير طريقة لعبة لعبها بتلاتة وتلعب اتنما السكين عب منعم وياسر وتخلي حجازي وراهم وتغزي نص الملعب مروان اللي برو المقلوب يبقى انت قفلت الجيه انت مصمم اللي خلت الناس كلها كابتن تتفرج ازاي لعب عندك موجود في غرفة خلع الملابس بين الشوطين والشد جيه والحاكم بيقول له قوم قال له انا عندي شد ايه وما فيش تنصيق ما بينك وما بين لعبتك الغيارات عمر مرموش اصلا انت كان عنده درجة حرارة عالية يعني ايه درجة حرارة عالية يعني هو اللي يلعب ولا هتريزي جيه زيزو ولا مصطفى فاتحي مروان ولا انت مصمم عنني واو لما فكرت في غيار كوكا طيب ما كهربة الراجل اللي هدف الدور الافريكو هدف الدور في مصر ومقصر الدنيا بقال له فترة زي ما كولر قال عندي فكرة جنونة كافئني بيها كهربة عمر كمال يلعب ناحية الشمال يقدي طيب ما تاخد محمد شكري بدل انت الام من اللعب اللي موجود خد راجل باكليفت طبيعي هو هو دي انكانياته هو ده نفس وهو ده يعني بنقول عليه بلغة الكرة جعان كرة عايز يثبت نفسه وسط الكبار انت مصمم على هي هي التشكيلات هي هي التمركز هو هو الأداء ولا في خطة ولا في أسلوب ولا في مرونة في الملعب اننا اقدر غير بلعب او اتنين وغير طريقة اللعب عشان هاجم انت مصمم ان الكرة الطويلة هتتلاعب كروسات من ناحية شمال وليمين اذا كان عمر ولا تريزيجي ولا زيزو وصفة محمد الموضوع كان بالنسبة لك يعني اداء فجوات في مساحات مبنية اللعبة وبعضها اللعبة جاية من الاصابة زي القدوس يحط فيك هدفين اللعبة مش مركزة اللعبة ما عندهاش حمية الاداء والغيرة على التشيرت تشيرت شكله مشمع ما قالوش نوع معين من الخامة مع ان كل الفرق اللابسة بشكل تاني شوفنا موروتانيا انت دلوقتي جبت الشماعة بتاعت الدولاب بتاعك اصلا المغرب خرجت اصلا الجزائر خرجت اصلا تونس اصلا موروتانيا كلي بالك برضو مش عايزين يعني نتزقل الجزئية دا يا جماعة طب ايه المشكلة مع المغرب خرجت يعني الجزئية دي مختلفة تماما المغرب يعني انا لسه دلوقتي عارف كمان ان نيجيريا خلاص رسميا في نصف نهائي الامم الافريقية في عبد جان بعد فوزة على انجولا نيجيريا كمان من المشاكل اللي كانت عندها قبل كده ما كانش مرشح بشكل كبير لكن ظهر بشكل اكتر من رائع يمكن تكلمنا على نيجيريا هنا في المحترف اقولنا نيجيريا فريق قوي جدا وعمل على يعني بلغة الكوريا ريمونتادة لسكواد بتاو عمل سكواد اكتر من رائع فطبعا نيجيريا في النصف النهائي واكيد اكيد من زي ما قلت من الناس المرشح هتكون طرف في المباراة النهائية كابتن عادل هاجيلك بس عايزين نروح طبعا للدكتور احمد بيومي طبعا نجمنا علشان نعرف منه اخبار الارقام حتى بالنسبة لمنتخبنا كانت عاملة ازاي في امم افريقيا تحليل الفن شوية وكمان اكيد هنتكلم على ندينا العظيم النادي الاهلي من خلال بعض الارقام والفيديوهات من نجمنا الدكتور احمد بيومي اللي بنرحب به معانا النهاردة في المحترف ابو احمد مساء الخير عليك منورنا ومشرف مساء الخير عليك كابتن يعني بتصرف طائما متواجد مع حضرتك طبعا وسيدة ضيوف كابتن عادل وكابتن عمر نتكلم على الاهلي نتكلم على البطولة الافريقية محدة لنا النهاردة بالنسبة لي المنتخب والنادي لها نتكلم على مين لأول نتكلم على المنتخب طبعا حديث الرأي العام دلوقتي المنتخب مصر طبعا والنتائج طبعا بلا شك كان يمكن اداء ونتائج ما كانتش طبعا او مخيبة لامال طبعا الجمهير المصرية يمكن كان فيه انا من وجهة نظري يكون متوقعين حاجة زي كده انا كنت سألتك السؤال ده كان سابت محطق ايه في قبل البطولة يعني ما قبل البطولة كده بيومين او بعد يعني قبل المباراة مزمبيكو الاولى كان عندك احنا راحين فيه اين نقطة اللي ممكن نوصلها خلينا كبطولة كان صعب قوي كان يمكن هي بطولة مصغرة مش هكارن ولكن هي شبه كاس العالم شوية مكنش حد متوقع النتائج اللي حصلت في كاس العالم نفس الكلام في البطولة ما كانش حد او اي محل قبل البطولة انت انت كواحد بتحب منتخب مصر كنت شايف منتخب مصر والله لا انا شايف منتخب مصر في البطولة دي هيروح للنقطة كذا كان الامل الامل ان احنا يبقى فيه اداء تصعودي يمتد ان احنا نوصل للنهائيات او نوصل ان احنا مباراة النهائية ولكن كان فيه بوادر زي ما قلت لحضرتك البوادر الاداء ما كانش دايما موقع يعني انا لو هاجه بص على ريو فيتوريا رقميا لا هو رقميا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو عنده ناحية ايجابية هو لم يهزم الا في مباراة وحيدة ده رقميا لكن لما نيجي نبص على مستوى الاداء ما كانش الاداء دايما فيه الاخناع الكامل وتحس ان انت عندك رهبة النواحي الهجومية كمنتخب قوي ان انت فعلا لما بتيجي تقابل منتخبات قوية لا هل انت كنت تكسب لا دايما كان عندك دايما الشك ده هو ما كانش عنده الاداء المقنع سواء مثلا يمكن المباراة الوحيدة هي مباراة الجزائر او مباراة بلجي كان يمكن كان فيه بعض القوة في المنتخب مصر ويرجع وقلنا فعلا فيه ناحية ثقة شوية مع المنتخب مصر ولكن ما حصلش دوت ما كانش فيه اداء تصعودي خلال مباراة او بطولة الامم الافريقية وكان فيه طبعا يعني الناحية الرقمية كانت فتعال انا وانت نبدأ بالارقام ده المعدل التحليلي منتخب مصر خلال البطولة الافريقية يمكن من خلال الارقام دي احنا ممكن نشوف النواحي السلبية هجوميا ودفاعيا لو جينا بصنا هجوميا طبعا احنا لعدنا اربع مباريات طبعا كان نتائج الاربع مباراة اربعة عدلات طبعا بخلاف ان احنا خرجنا او المباراة لم تحسب او حسمت بضربات الجزاء ولكن هي بتحتسب معناية المباراة بالضبط بالنسبة للفيفا بتحتسبها مباراة تعادل الاهداف هنا لو بصنا هجوميا انت احرصت السبع اهداف يعني تقريبا بمعدل هدفين في كل مباراة فاذن هجوميا انت كنت موجود بشكل كويس مضبوط يعني انت احرصت اهداف بنتكلم هدفين في كل مباراة حتى لو بصنا الاهداف المتوقع انت كان متوقع 6.7 يعني وصلت للمعدل الـ XG بتاعك وصلت له على المستوى الهجومي وصلت يعني كان متوقع منك تسجل 6 وجزء كده انت سجلت 7 أهداف يعني من خلال الفرص اللي بقدر امكان اتيح انت قدرت ان انت تحقق 7 أهداف طيب النقطة بقى المهمة جدا لو بصنا على احنا دخل فيك 7 أهداف تمام كده النقطة بقى لو بجينا بصنا على XG من الاهداف اللي كانت منه المفترض لانتدخل مرماك هنلاقي انه هدف واحد او اقل من هدف كمان يعني اذا الفرص اللي كانت من المفترض لانتدخل مرماك اقل من فرصة واحدة لكن دخل فيك 7 يعني رقم كبير رقم كبير جدا فيه جاب ما بين XG ما بين الاهداف لدخلت مرماك طب ده يتحملوا مين بقى هل هو تمركز في خط الدفاع بالكامل هل خط المنتصف بيشيل معي برضو مع خط الدفاع هي منظومة دفاعية انا فرق يعني اه فيه دفاعات اكيد على مستوى التمركز لكن لو ما بتتكلم على 7 هداف خلال 4 مباريات والXG بتاعك المفروض يبقى اتنين يبقى انت بتتكلم على مستوى التنظيم الدفاعي للفريق ككل بغض النظر عن الافراد يمكن حضارك لو تتذكر احنا تكلمنا من اكتر من 4 شهور على تمركز زيزو ليه دايما انه بيلعب في مركز 8 او في قلب الملعب يمكن زيزو في مركز 8 انت بتخسر حاكتين بتخسر الناحية الهجوم بتخسر الناحية الدفاعية النهاردة انت بتتكلم على زيزو من افضل لعيب موجود في الدورة المصر بيعمل عرضيات فانت النهاردة مش بتخسره انه بيلعب العرضيات حتى على مستوى الدفاعي انت النهاردة زيزو من المفترض لو بيلعب مركز 8 بينزل يدافع معايا مع الباكريت او الباكليفت فبرضو الدفاعيا ما كانش موجود فكل ده بيأثر فيه يعني او لغبطة في عملية التمركز داخل الملعب طبعا زيزو من اللعبة المميزة جدا فانت خسرته على المستوى الدفاعي وعلى المستوى اللجومي في يعني في تسببت في رؤيتك والبوزيشن اللعب بيه كانت 8 ما طلعش كل امكانيات وخمسين في المية معدل جيد مش معدل يعني انت في اغلب المهورات يتا لم تفقد الاستحواز لو بصنا حتى برضو على معدل التمريرات بنتكلم في معدل ربعمية واربعتاشر تمريرة برضو ده يعطبل لو بنتكلم تحليليا معدل كويس بالنسبة للتمريرات العرضيات هنا بنتكلم في مية واربعة عرضية عملنا مية واربعة عرضية منهم اثنين واربعين بس هما صحيحة يعني بنسبة نجاح واحد واربعين في المية طب ده برضو حتة ان انت ما بتنجحش في العرضيات نتيجة التمركز داخل البوكس طيب النهار ده معتمد بس على مصطفى محمد مش عامل كسافة عددية داخل البوكس عشان ان انت تقدر تنجح العرضيات جزء من ماتشات كتيرة جدا كنا بنلعب بالتلاتة مفيش واحد منهم بوكس بوكس غير يمكن حمدي فتح شوية اللي كان بيزيد لكن على مستوى التلاتة اللي كانوا بيلعبوا ما كانش فيه على قال اتنين منهم بيخشوا التمنتاشر بيزودوا مع مصطفى محمد او مرموش او 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 ده ما كانش موجود الحقيقة بالزبط خلينا ده يمكن كده سريعا خاص بالمنتخب ممكن بقى نبص على النقطة مضيئة خلال الفترة اللي فاتت في بطولة الامم الافريقية هل فيه نقطة مضيئة بالنسبة للعيبية طبعا نتكلم برضه اول حاجة ممكن نشوف ارقام مصطفى مثلا محمد مع المنتخب او يريت نستعرض ارقام مصطفى محمد هنلاقي انهو طبعا خلال الاربع مباريات اللي لعبهم احرز اربع اهداف بنتكلم برضه ظهر بشكل كويس كان بيتحرك داخل البوكس بقدر الامكان يبزل مجود حتى كان بينزل يستهل القرى من خارج المطلة الجزاء فالنهذا ارقام مصطفى محمد بنتطمن ان فيه عندنا مهاجم لمنتخب مصر هيكون ليه مستقبل كبير مع منتخب مصر احرز اربع اهداف الهداف المتوقعة كان ثلاثة انه هو فاكل اكسي جي بتاعه بنتكلم عن المحاولات على المرمى وهو يعتبر من اكثر اللاعبين في منتخب مصر العمل محاولات عمل 14 محاولة على المرمى منهم 7 اون تارجت فبنتكلم على ارقام مميزة بالنسبة لمصطفى محمد من افضل العيبة الحقيقة على مستوى البطولة على مستوى كمان خاصة في المنتخب المصر الحقيقة مصطفى محمد من بداية البطولة لنهايتها كان بيطلع كل اللي عنده كان بيعمل كمان حاجات يعني الحقيقة بيرجع يدافع ويهاجم وبيحاول بشكل كبير جدا بالضبط خلينا برضو نشوف النقطة تانية مضيئة طبعا من مراوانة عطية ويمكن أثبت طبعا جدرته طبعا مع منتخب مصر يمكن مقرنة بأداء محمد النيني يمكن ما كانش موفق مع منتخب مصر هنلاقي طبعا ان مراوانة عطية في خلال التلت مشاركات كانت التامريات الصحيح عليه 93% طبعا نسبة كبيرة جدا بالنسبة لواحد رقم 6 بالضبط يعتبر من أفضل مركز 6 دلوقتي موجود في مصر مراوانة عطية وبيثبت تواجده مع المنتخب استخلاص الكرة 19 مرة منهم 14 مرة داخل منتصف ملعب الخصم ده كمان رقم مميز جدا جدا لانك بتطع الكرة في النصف من لعب الخصم وبالتالي بتمنع أجزاء كتيرة جدا جدا على خط الدفاع بتاعك بالضبط ده يمكن تاني نقطة مضيئة آخر نقطة مضيئة ممكن نبصرها بالنسبة لللاعبين بنتكلم نهض على أرقام إمام عشور برضو ظهر بشكل كبير جدا بنتمنره طبعا كل الشفة طبعا بنتكلم على استخلاص الكرة 45 مرة منهم 14 مرة في منتصف برعب الخصم برضو بنتكلم على يمكن التمريرات بس هو يعني وده طبعا نتيجة لأداء مصطفى إمام عشور إمام عشور ما بيركز دايما على التمريرات وبيعتمد دايما على الاختراكات وبيعتمد دايما أنه هو يلعب تمريرات بينية فبنتكلم برضو على أداء أكثر من رائع بالنسبة لإمام عشور ده يمكن كده سريعا خاص بالنحية الرقمية لمنتخب مصر وإحنا كده خلاص إحنا معترفين إن فيه أخطاء أو فيه إخفاق حصل لمنتخب مصر فعايزين ندخل في المرحلة اللي بعديها ما يحصلش تاني تكرار فلازم يكون عندنا استراتيجية واضحة لازم يكون عندنا تطوير فعلا حقيقي ولو كلمنا على تطوير يبقى لازم يبدأ من كطاع النشئين ما يبصش بس لمنتخب مصر عشان النهاردة بعد خمس سنين أو بعد عشر سنين كطاع النشئين ده هو اللي هيبتدي يدخل معايا في منتخب مصر وبادام لو عايزة أتكلم فعلا على تطوير كطاع النشئين يبقى أول أعمود أو أهم الأعمدة اللي موجودة في كطاع النشئين هو المدرب لازم النهاردة يكون عندي قدي مهلة سنة أو سنتين خلال السنتين الجايين جميع المدربين اللي موجودين في كطاع النشئين لازم يكون عندهم الرخصة أو يكون عندهم الليسنز تكون معتمدا من الاتحاد المصر لكرت القدم أو الاتحاد الدولي للفيفا جميعهم لازم يكونوا معدين الليسنز دي عشان يبقى عنده القدرة أو الكفاءة أنه يدرب النشئ مش مجرد أن احنا نعتمد أنه كان قبل كده لعب سابق أو عنده خبرات أو ممارس لكرت القدم طبعا لو تغضينا أنه يمكن تربية رضاية طبعا زين الدين زداني دكتور أحمد لما كان لما كان عايز يمسك الفريق الأول لريال مدريد قالوا لي لا لازم تخلص اللايسنز بتاعتك البرو ليسنز الأول واشتغل مع مع الشباب يعني مع فريق الشباب بتاعة ريال مدريد اشتغل سنة لغاية ما خلص اللايسنز بتتكلم على زين الدين زدان فدي منظومة الحقيقة لازم تبقى مهمة جدا جدا لأن انت لو بتتكلم على عايزين نطور اللعيبة فمن اللي هيتطور اللعبين هم المدربين وبالتالي المدربين الحقيقة التالنت موجود يعني الموهبة موجودة لكن موهبة بدون علم أعتقد هتبقى عندنا مشكلة فيها بالزبط ده يمكن أول نقطة لو عايزين نطور طب تاني نقطة لازم يكون عندي قسم كامل خاص بحطة التحليل للأداء أنا يمكن هوري حضرتك صورة خاصة بمانشستر يونايتد ياريتنا استعرضها بنتكلم النهاردة خلال مباراة وحيدة بنتكلم عد حضرتك معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن محللين أداء في المباراة واحدة كل واحد منهم بيبقى خاص بجزء معين ناحية هجومية ناحية دفاعية خاص بحارس المرمى بنتكلم على واحد مثلا خاص بالسكوتنج واحد بيدرس المنافس فبالنسبة لمنتخب مصر ده على مستوى نادي كمان ده نادي واحد فأنا بتكلم حتى لو نكلم على منتخب مصر يبقى لازم يكون عندي كسم كامل مش مجرد واحد أو اثنين بس محللين لازم يكون عندي كسم كامل خاص بالتحليل حتى هيساعدني في عملية الاختيار نهاردة لما يجي المدرب يكون محتاج أو عنده صغرف في أحد المراكز ده هيساعدني الكسم ده هتدير أوردر انت بتتكلم مليون في المية صح ويمكن دكتور يعني أحمد جاب جزئية مهمة جدا وأنا كان يعني أنا اشتغلت في اتحاد القرى الحقيقة سنوات طويلة وخلال حتى تدريبي المنتخب الأولمبي يعني عرضت الكلام ده لازم يكون فيه ناس محللين موجودين في اتحاد القرى بيحللوا للمدربين بتوع المنتخبات إذا كان منتخب شباب أو ناشئين أو أولمبي لازم يحللوا المنافسين إذا كان عندهم عندهم داتا معينة لأن الحقيقة ما فيش ديبارتمنت ما فيش إدارة مسؤولة عن تحليل الأداء بالنسبة للمنتخبنا سواء ناشئين أو شباب أو أولمبي أنك تطلع داتا وتعرف مستويات اللعيبة بتاعتنا وكمان على مستوى المنافس المدير الفني بيتقدم له ريبورت فني كامل للمنافس اللي هيلعبه إذا كان وأنا بتكلم على القطاعات صغيرة يعني قطاع الناشئين أو منتخبات الناشئين والشباب منتخب الأولمبي ممكن الكلام ده حتى يعني بديه أنه يكون موجود ودي من الحقيقة الدفاعات المهمة جدا جدا في أن احنا ندخل العلم يعني العلم لازم يخش جوه الجبالية الحقيقة يعني الجبالية لازم تدخل العلم وتدخل الناس اللي بتشتغل بعلم بشكل كبير جدا لأن الحقيقة هي دي قرط القدم الحقيقة بالضبط يمكن أخيرا لازم يكون عندنا استراتيجية معلنة وبنحط تحت كلمة معلنة دي أكتر من خط تكون معلنة للجماهير إحنا خلال الفترة اللي جاي هنعمل واحد اتنين تلاتة والاستراتيجية دي بيكون لها أهدف مرحلية خلال المرحلة الجاي وليها هدف نهائي بحيث أننا خلال الاستراتيجية حتى لما تبقى معلنة أي إداري أو أي كادر إداري موجود في تحدى الكرة مثلا مشي بكرة اللي بعد يجي يكمل مش هيبدأ من الصفر تاني طبيعي نتيجة إنه عندي استراتيجية أوريدي كانت معلنة الدكرة مزبوط يمكن كده إحنا خلصنا كلامنا على منتخب مصر نخش بقى على نادي الأهل فرحنا بحاجة خلينا ندخل بقى طبعا على أحدث الصفقات طبعا وسام أبو علي نتكلم النهاردة يمكن الصفقة المنتظرة طبعا للجمهيري نادي الأهلي لو بصنا على البروفايل الخاص بوسام أبو علي طبعا هو مركزه طبعا مهاجم بيحمل جنسيتين جنسات فلسطينية وجنسات المركزة طبعا بنرحب به طبعا في بلده والتاني مصر طبعا كان بيلعب في نادي السيريوس السويدي العمره طبعا 25 سنة الطول 107 متر و87 سنط طبعا منتكلم على الناحية الجسمانية طبعا مفيدة جدا كمهاجم بيلعب طبعا بقدمه اليومنا لو بصنا برضو على باية أرقامه خلال مع نادي سيريوس هلأ أنه هو مثلا لعب الموسم الحالي 16 مباراة أحرز 10 أهداف وصنع هدف طبعا ما بيهمينش صنعة الأهداف لأنه أنا ببركز دائما لأنه هو كمهاجم سترايكر فبركز على إحرازه الأهداف خلال إجمالي مشواره لعب 176 مباراة أحرز 73 هدف وصنع 13 هدف ده بالنسبة لأرقامه مع نادي سيريوس لو بصنا برضو ويريد نستعرض الفيديوهات الخاصة به عشان نقدر نقيم هل هو مهاجم بوكس فقط هل بيتحرق خارج 18 طريقة إحرازه الأهداف هل بيعتمد على المراوغات هل بيعتمد على التصويبات هل نتفرج دوقتي على مجموعة من أهدافه مع نادي سيريوس طبعا اللحظ أنه بيعمل الاسبرينت بتاعه من نص الملعب فلو بصنا برضو على السرعات السرعات موجودة عنده سرعات طبعا واضح أنه عنده سرعات وعنده هدوء في الفينيش كمان بالزبط وطبعا اللي هم نادي الأهلي طبعا الفينيش لأنه بيجينا فرص كتير بيجينا فرص كتير الحقيقة فأهم حاجة إنهاء الهجمة برضو دي التاني برضو أحد أهدافه بتدي يتحرك خارج الثمانتاشر وبيصوب يعني من أقل فرصة بقدر الإمكان بيقدر أنه هو كمان في الحتة دي فتح زاوية شوية للتمريرة يعني خد زاوية عشان يقدر يصدد بيها ده الهدف الثالث ده الهدف الثالث لي هنا برضو كرة مضطرفة خالص بيعدي واحد على واحد وبتدي يصوي برجل الشمال هنا برضو على رغم أنه أصلا بيلعب برجل اليمين فبنتكلم نضع على اللعيب أو مهاجم متنوع مش مجرد نوع اللعيب عشان كمية متر سبعة وتمين فهنا معتمد على عرضيات فقط لا هو عرض القدرة واختلاف في تحقيق الأهداف هنا بيصوي برضو من خارج التمنتاشر أحد برضو الأهداف المميزة يمكن أنا يمكن في آخر الأهداف هنشوف برضو عرضياته وقدرته أنه يعمل الجنب بتاعه بشكل كبير بيعدي واحد لعلى واحد بشكل جبيل جدا أحد أهدافه يبتدي يعمل الجنب بتاعه هنشوف بعد كده آخر حاجة بقى طبعا بالنسبة برضو لإحرازه الأهداف إحرازه الأهداف من العرضيات وبيعمل الجنب بتاعه هنا برضو هميني في الأهداف هنلاقي دائما تركيزه مش دائما جوة البوكس بس يعني والعيب بيطلع الحقيقة بره التمنتاشر عشان يزود مساحات ويدي مساحات والحقيقة يمكن وسامة بيعالي لعب مبارياتين وديتين معنا يعني في في الإمارات أثناء المعسكر للفاتح وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لي يعني إحنا منتظرين وإن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة للنادي الأهلي لأنه فعلا لعيب مميز جدا وإن شاء الله من نتمنى له التوفيق يعني وإحنا كمان بنشكرك شكرا جزيلا شكرا يا كابتن دائما بتنوارنا بتسعيدنا يا أحمد شكرا جزيلا بتواجب مع حضرتك يا كابتن شكرا جزيلا ليك هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع مع نجمنا الكبار ونتكلم كمان عن مستقبل الكولورة المصرية في الفترة اللي جاية هيكون إيه من خلال طبعا الكابتن الكبير عادل طعيمة والكابتن الكبير عمر الحديدي بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكو ومع ديوفنا الكرام الكابتن عادل طعيمة والكابتن عمر الحديدي كابتن عادل عايز أخذ من بعض الأرقام اللي قالها دكتور أحمد بيومي من بطولة أفريقيا أو من خلال أرقامنا أو أرقام المنتخب في البطولة الأفريقية سبع أهداف في أربع مباريات هل فقد المنتخب المصري هويته يعني بعض الناس بتتكلم المنتخب المصري كانت من هويته أم من شخصيته هو الأداء الدفاعي الجيد جدا والاعتماد على مش على الهجمات المرتدة اعتماد على الشكل اللي جوم إنك تكسب ماتش أو تخطف ماتش وده وصلنا يمكن مع كيروش لي المباراة النهائية أمام السنغال وصلنا المباراة النهائية للوصول لكاس العالم هل فقد المنتخب المصري هويته أو شخصيته في البطولة اللي فاتت؟ لا المنتخب المصري عمره ما يفقد هويته هو بس المدير الفني حاول بكل ما أوتي من قوة إنه يفقد المنتخب المصري قدراته دليل ماتش المزنبيق علشان يلعب زيزو وإحنا عارفين قدر زيزو لعيب ممتاز ولعيب هايل ومن نجوم مصر بيتلعبه مكان صلاح وبتلعب صلاح راس حربة أو مش راس حربة تحق حربة عشر أو تمانين طب إنت لو إنت راجل يعني قليكش علاقة بكرة القدم محمد صلاح ده عايز مساحات كرة تتحطله في مساحة بيجري سرعته المراوغة وبعدين يشوق للداخل وبعدين ممكن يلعب يبقى صانع لعب زي ميسي كده ببرشلونة الفترة اللي كان بيلعب فيه وبعدين بتلعب زيزو عند هاني طب سرياليون بهدلونا من الجابهة دي لأن هاني بيبقى لوحده وبعدين كل الناس مدرب لو حتى متواضع هاني لوحده فطبعا أدفع عليه باكليفت ويطفع عليه راس حربة أو جناح اتنين على واحد وبعدين واحد كمان بيضم أو راس الحربة فأنت الأجوال كلها بتيجي نتيجة أخطاء مدير فني في التشكيل عشان بيجامل بتجامل لحساب مين يبقى أنت ما فيش رؤية وحتى الجهازة لما موجود معاك بتاع الأحمال لما تلاقي فتوح فتوح بقاله فتوح طبعا لعيب هايل وممتاز وكل حاجة لكن مش جاهز فأنت برضو بتدفع به في مباراة في غاية الأهمية فطبعا دي جابها بيجي منها أهداف لما حجازي حجازي على طول منفعل كل ما تشاته فيه منفعل وبعدين بيروح للحكام اعتراض باستمرار حتى اللعيبة اللي بنشوف دايما فيه بينهم التسامح تبصت ليه داخل وحضت دماغه في دماغ الراجل طب أنا لما كون بركز في الجانب ده إزاي تركيزي هيبقى وشوف نحن في بعض المباريات الراجل بيطلع لوحده ويحطها في الشناء وفي دماغه في ماتش الموزنبيق وفي كل الماتشات نتيجة خلل في اختيارات ومجاملات في الأداء على حساب الأداء المصري الحاجة التانية في وسط الملعب تبص تلاقي أنني أنت بتدفع بيه برضو أنني بقى له فترة كبيرة ما بيلعبش كأساسي في الوقت اللي أنت عندك زي ما بيقول عمر كده في مروان عطية مش أحسن واحد في الدورة المصري ده أحسن واحد في كاس عالم أندية كاس العالم أندية وأخذ الجائزة مرتين وأخذ يعني أحسن وفي وجود كنتي يعني هو بيقولك أنا مش مصدق فتخيل أنت بتقعدوا وأنني طبعا ما احترمنا ليه تاريخ وحاجة جميلة كل حاجة لكن أنت بتجامل بتجامل على حساب مين وبعدين برضو بتلعب تلاتة بنفس المواصفات الحاجة التانية بدفع بحمود حمادة وبدفع بمهند في توقيت أنت في أمثل حاجة أنك تعمل مرتدة سريعة وبتخرج مين تخرج ترزجية قريبا حمد فتحي حمد فتحي مروان عطية وترزجية يعني التلاتة اللي ممكن حتى في ضربات الجزاء وبعدين زيزو وبعدين زيزو وبعدين زيزو فأنت بتخرجهم في توقيت أنت كمان محتاج أنك تعمل مرتدة بعد ما اتطرد منك لعب أنا مفروض وأنا بأعمل التغييرات دي يبقى عندي رؤية أن أنا مش أوصل ضربات الجزاء أنا ممكن جدا لو أنا مدرب قوي أدفع بلعبتي أن أنا أعمل المرتدة السريعة أنت بتنزل مصطفى محمد يرجع ويدافع في كرات السابتة وفي الكورنر وفي معظم الوقت ده مفروض أنا في الوقت ده مصطفى محمد ده ميرجعش إطلاقا هطلع عليه يعني يكون محطة بالنسبة محطة مجرد أنت تلعب له طويلة ودي نقطة ضعفة فريد كونغو وده المتش اللي هي ودينا لدور التماني لدور التماني فأنت بترجع مصطفى طب بعد يعني أنت عايز تلعب ضربات الجزاء طب ما تلعب يا أخي عندك نصف ساعة حتى كابتن عمر على مستوى أنا منزله علشان يبقى واحد حييل عبر ضرب الجزاء وبتطلع عزيزو اللي هو واحد من الناس اللي بتشوت ضربات الجزاء بشكل كويس فواضح كمان عملية أنه ما كانش محضر قوي لعملية ضربات الجزاء ما كانش مرتب أوراقه بشكل جيد فعايزين نتكلم كل الدفوهات ديت منتخب مصر النقطة اللي أنا عايز أعطف عندها أنه أول مرة يخش فينا سبع أهداف في أربع مباريات في بطولة أفريق يعني ما اشتغلناش دفاعيا كويس هل أخطاء دي دفاعية على مستوى التمركز نلوم بس خط الدفاع بأفرادهم زي كان حجازي أو مع منعم أو 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 ولا هو التاكتك ما ساعدش اللعيبة أو الشكل الفني ما ساعدش اللعيبة حتى على مستوى الأداء الدفاع كابتن هاني هوية المدير الفني وشخصيته جوا شرح خطته الناس اللي في نص الملعب مش موجودين حتى ما بتيجي تعمل فوق التكتيك انت بتجرى والراجل بتشده بتجرى والراجل مش قادر تقام مش قادر تتفاعل معه مش قادر تقومه رغم أن الراجل بقاله فترة ما بلعبش مثلا أنا كلام عمدش غانة الراجل في المدير الفني بتاع موزنبيك غير تغييرات هجومية في وقت ما انت تراجعت بأداءك وبأسلوبك في وقت ما انت كنت تعزز الزجون الثاني والثالث والرابع وقلنا كورة تريزيجي اللي جات في العرضة صحيح هتدخلنا احنا عايزين نهتم وأول كرة جات عليك هدف تيجي الماتش اللي بعديه انت عارف اللي بمحور الارتجاز في الإطغانة قدوس روح عليه في حتة معينة انت مصمم تلعبه مع النني مصمم احنا مش بنقلم من قدرات النني رايين نجم كبير في الأرسن ورح حاجة نتشرب بيها بس مش جاهز صح ادي للراجل اللي ديجليه في الملعب ولسه راجع من كاس العالم قندية مع العتولة والأسماء الكبيرة اللي احنا سمعناها في بطول الكاس العالم مع النادي القهري نمرة ثلاثة انت نزلت عمر كمان ناحية الليفت قدلك أكتر من الأساسين اللي بيلعبوا عندك إذا كان فتوح ولا محمد حمدي طب ما انت واخد لعيبة سبير تتعالج هناك من أول خط الظهر حراسة المرمى لنص الملعب ولا انت واخد لعيبة جاهزة في الانسجام والأداء بتاعهم انت وانت بتفكر انك تهاجم انت بتقول حجازي راجع من الإصابة النجم كبير وكل حاجة بس ياسر ياسر إبراهيم مع عبد منعم عارفين اننا هلم وهو هيشتغل منع على الفروت ده مشكلة كمان يا عمر لما تسأل ما خدتش ياسر ليه مع انه يعني ماشي بمستوى رائع ووصل للتوب فورد من بتاعته وقالك لا انا معايا واحد او اتنين يعني زي ما بيقوله كده الساعة السويسرية الساعة السويسرية احمد سامي وعلى عيات السوشيال ميدي وخرجت بره خالص وخرج بره لقايمة نهائي يعني ما فيش جارة الممبراطة الأخيرة بالزبط كده او انت بتاخد العدد مثلا خدت من نادي الأهلي قد ايه هتاخد من برمز ادي وانت طريقة لعبك طريقة لعبك وانت مسافر بعد مباراة موزنبيك انك عايز توصل وتوصل للأدوار ألعب بتلاتة مش عيه ما انا عندي مرونة ان اللعب تقدر تلعب لي بأي طريقة يمكن انا كابتاني قلت ليه منتخب مصر ما بيلعبش في بداية الورق والشغل على الصبورة تلاتة اربعة اتنين واحد واثناء المباراة تلاتة تلاتة واحد تلاتة وكنا بنشوف امام بيعمل دور زي نهاية في مباراة كاس العالم امام كان هو العقل المفكر والمسدد لجميع فرص الخطورة لمنتخب مصر بقى الجنب الشمال نفس اللي اشتغل عليه سبسيان دي صبر ان في مباراة المغرب قالك هم حطوا لي الشي بباكليفت فانا لعبت على الحتة دي واحرقت رابع العالم مدرب بيذاكر مش انت بس جراءتك اللي انت متعود فيها ان انا بهاجم باستمرار تم خير الهجوم ان انا ابقى من دفاعي اقف كويس نص مالعبي بشكل ايه خط داري بشكل ايه احنا كلمنا على مشاكل المنتخب عدم الاستعداد بشكل جيد كابتن عادل اتكلمنا على الاخطاء الفنية وادارة المباريات بشكل او باخر كمان ديف عليها بعض الاخطاء الادارية اثناء المعسكر وموضوع صلاح واصابته كل دوت يخشر فيه يعني اسباب الخروج يمكن من دور الستاشر الجزء التاني الناس بتتكلم طب مش منتخب مصر بس ده المغرب منتخب المغرب رابع العالم خرج من دور الستاشر تكلم على الكاميرون خرج تكلم على غانا خرج الجزائر خرج التونس خرج السنغال السنغال حمل اللقب للنسخة الماضية خرج هل دوت ممكن ياخدنا لي جزئية ان احنا خلاص بقى يا جماعة يعني زينا زي غيرنا ونمشي في السكة ديت ولا حضرتك شايف ايه اللي لازم يتغير من بكرة عشان على الاقل نحط رجلين على الطريق الصحيح قبل السؤال ده رأس فيه نقطة لازم اقولها يعني انا عمري في حياتي مش شفتها ان فيه تنين لعيبة بيتغيروا حداشر دقيقة وقفين على الخط حداشر دقيقة في الماتش الاخراني حداشر دقيقة من الديقة اتنين وسبعين لثلاثة وتمانين مش عارفين مين اللي هيغير والراجل يروح ويرجع عملية كانت في منتهى يعني انا ما اعتقدش اللي انت شفتها ولا عمري ولا حد شافها مخدت اعم يعني حداشر دقيقة حداشر دقيقة بتتكلم على الاتنين مهند ولا مين كان مهند راح ونزل محمود حمادة حمادة ومهند نزل حمادة ورجع مهند الراجل غير الورقة وغير الصبورة الالكترونية بتغيير جاب تاني مهند من على الدكة ودخله تاني يعني في عدم عدم اتزان وفي دوشة في دماغ الراجل الحقيقة وما كانش منظم بشكل كبير حتى في موضوع التغييرات كانت تغييرات حقيقة ايما متأخرة او ايما مش محلها فكل ده يندرك تحت عدم الادارة الفنية بشكل جيد حتى الجهاز يا كابتن اللي موجود معاه يعني انا عارف انه انا بقى الى 14 ما بلعبش فعلى اسر الراجل اللي قعد بيحلل والرجل بتاع الاحمال يعني يقوله يعني انت بتاع طبيعي تقوله ان الراجل ده ما يقدرش يلعب ربع ساعة فانت بتبتني بيبتش مصيري عموما نرجع على سؤالك علشان مصر ترجع وزي ما انت تفضلت مع الاخ بيومي بيومي لابد الاصلاح بيبقى من الجدر والجدر ده هيبقى في منظومة جاية وفي تواصل اجيال زي ما موجود في الندر الآن تبتدق بالاجبال والناشئين ويبقى فيه ناس على اعلى مستوى وما اكثرهم في مصر المدربين الممتزين الناس دي تتولى ادارة المنتخبات يتولى يبقى فيه سياسة دولة البرازيل معظم ميزانيتها من كرة القدم وتصدير لعبين شايع يبقى انا لما انا كمصر عندي مدربين على اعلى مستوى وقاعدين في البيت ما بيشتغلوش طب انا اجيب الناس ودي الناس دي المنتخبات وطلحهم يسافروا برا ويطلحهم يعملوا يعملوا دورات برا وبعدين اعمل لهم دوري قوي اعمل ملاعب وبعدين يبقى فيه تواصل اجيال ده مش هيحصل الا اذا كان هناك مدربين مصرين بيقودوا المنتخبات ومش بالوسطة يبقى الاتحاد الكوري اللي جاي بدفع بناس على اعلى مستوى تخش الانتخابات يعمل دولة تختار يعني الدولة طبعا هيبقى ممنوعة ان احنا نتدخل كمنظومة حكومية صحيح لكن يبقى فيه حد محترم فنيا يعني كلنا محترمين لكن يبقى واحد على اعلى مستوى فنيا بيقود الاتحاد مع مجموعة ويختاروا لجان لجنة فنية تختار المديرين الفنيين للمنتخبات يبقى فيه نظام اعضاء برنامج اربع سنوات معايير معينة للمدير الفني للمنتخبات وانا بتكلم مهم جدا انا بالنسبة لي يعني المدربين بتوع قطاعات الناشئين ومدربين بتوع منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي دول في رأي الشخص اهم جدا من المدير الفني المنتخب الاول بتشتغل يعني بتشتغل كم شهر في السنة مع المنتخب الاول ما بتكملش شهر يعني لكن اللي جايلك من تحت لو مش مؤهل ولو مش يعني عنده جزء كبير من التطوير والشخصية انه ممكن يلعب في الفريق الاول هنفضل ندور حوالين وليل عالم كله يا كابتن عشان بيشتغلوا يا كابتن ماهم بيحضروا عندهم تحضير يعني هتلاقي معدل معدل الاعمار في كل الفرق المتميزة ما يعديش الـ 25-26 سنة لان فيه كل شوية المنتخب الاول بيخشوه 3-4 صغيرين احنا لأسف يا كابتن عمر بالنسبة لنا الصغيرين يعني احنا فرحنا جدا ان كوكا دخل وشكله هيبقى كويس في المنتخب يعني لولا الاصابة لكن واحد هيعمل ايه يعني ليه ليه ما عندناش ما عندناش قاعدة كبيرة شوية ما عندناش الجراءة ان احنا ندخل الولد عنده 17 سنة يلعب منتخب مصر لما يكون عنده 20 سنة يبقى لعب له 25-30 ماتش دولي لكن بغاية دلوقتي ما عندناش الثقافة دا او ما عندناش الكواليتي اللي ممكن نخش بي اول لعيب اتعرض كان تحت السن كان عنده 17 سنة مع المنتخب في مرات الشهد مع الكابتن بوهري كان على قطاه فاكر حضرتك اول لاعب الناشئ طلع من منتخب الناشئين كان على قطاه في الوقت دا كابتن مثلا كد في وار اما ماشت المدير الفاني والمدرب وجاب المدرب المساعد كان مسك منتخب فرنسا 17 سنة اللي هو امرس فاوي اشتغل من 17 ل 22 سنة وما اقتنعوا به بيسألوه في المؤتمر ساعد لهم انا جماعت ما بين لعبت اللي انا عارفها وخبرات لعبت زي بي بي وزي كاسي وريد الرجراجي قال لك انا بلعب باسم المغرب وليس باسم العرب الغرور امتلكوا في جزء من الغرور بالزبط اناحي اما عمل حركة عينيه ان انا بصرح بالكلام اللي انا بقوله مش عايز دموع في الكلام احنا فاهمين اللي بيتقال كويس اوي جبال من ماضي قال لك انا مش رايح اخذ البطولة انا فيه فيه فجوة بيني وباللعبتي عبدو اللي هو مدرب مورتانيا قال لك انا بصنع فرقة جديرة بعمل فرقة جديدة بعمل شكل مدرب تونس قال لك انا عندي تخبط في الاداء وعندي معيار السن راح في حتة معدل العمار راح في حتة بعيدة شوية خلاص كل واحد بقى عارف يشتغل ازاي كابتن احنا بنتفرج على المنتخد نجاريا ستيفن ده ايه ايه المبلغ بتاعه والاحسن اللي عيب في افريقيا واغلى لعب في افريقيا اداءه يعلي تمنه يعمل اللي هو عايزه انت عايز تصلح المنظومة زي ما كابتن عادل قال من البيبي الصغير لغاية الكبير وكل ما الاسم كبير يعلم الصغير الاستفادة موجودة ده اكيد دي مهمة جدا مش اسماء وخلاص اسم ما بيعرفش اهو اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مقاولين ولا ايا اسماء راجل بيشتغل على نجاح منظومة معينة بخطة طويلة المدى لمدة خمس سنين بتيجي للمنتخبات احنا فرحنا اما رؤي فيتوريا خد بعض وراح قاعد مع المدرين الفنيين ربط وسافر الدورة بتاعت المغرب وراح قاعد مع ميكيلي عشان يشوف اللعيبة احنا شفنا وريد الرجل راجل بداخل 12 لعيب اولهم الزلزولي ما فاتش احنا كنا منتظرين شحاتة وبيومي وعمر فايد منتظر حمزة علاء وكوكة ومنتظرين ابراهيم عادل ومنصرين اسامة فيصل ما لنشهد احمد عيد البكريت مش موجود حتى ولا لعيب من منتخب الاولمبي اللي هو انت بتتكلم على لعيب دلوقتي عنده 23 سنة بالزبت ولا لعيب من منتخب الاولمبي متواجد في القايمة يعني حتى في القايمة مش موجود ليه ما ندخلش الناس دي وعلى فكرة لعيبة كويسة مش لعيبة يعني لا تستحق لعيبة كويسة لازم يكون عندك عندك معيار المعدل الاعمار وما ينكو سين كده لسه بنقول في لعيبة جعانة عايزة تثبت نفسها ده جزء مهم جدا جدا في قرط القدم انك تدي لعيب جعان لسه كورا عايز تثبت تجود مش حضرتك وحنا موجودين هنا بالزبط من شهر بيسألوا كولر عن كوكة قالوا انتوا كل ما بتكلموني بتكلموني اللعيب صغير كوكة لعيب كبير خلاص عدى المرحلة انك تتكلم عنه اللعيب صغير اللعيب عارف ايه اللي انا عايزه منه وبينفذه وبيطور من نفسه يعني الرجل انا وثقت فيك وانت كفقتيني وانا كفقتك بناء على الثقة اللي انت وثقت فيها ليه ما نكملش الرجل اتصاب في تمرينة طب في وين الباقي ده انت عندك لعيبة يعني متوسط الاعمار لا اعمارهم كلها تلاتينيات في نص الملحب صحيح حمدي بيعمل نفسه دور النيني نفس اللي بيعمله طب ما مروان بقى يعني مش محتاجة بقى ولا تنفس ولا محتاجة درطوبة عالية الرجل نسبة الباص بتاعته الصحيح 98% ولعيب ستة ولعيب ستة كمان ده فيه ضغط كبير عليه وانا بلعب لوحد خليني اروح لجزئية تانية كابتن عادل وجزئهم اهم جدا يمكن فريق الاعداد ما حدل لنا حتة كويسة قوي بالنسبة ممكن جدا نكون طريق للإصلاح الدور المصري الدور المصري وفيه من لعيبة محترفة ويمكن دايما بيبقى جزئية اللعيب المحترف في الدوريات شوية بيبقى لي وعلي يعني الدوري تشوف الدوري الإنجليزي جنسيات كبيرة جدا جدا دوري قوي جدا جدا بعض الناس تقولك لا ده بيحجب شوية اللعب المصري أو بيأثر على اللعيب اللي طالع لكن خلينا نتكلم بكل أمانة تقييم اللعبين المحترفين الموجودين في الدوري المصري وعددهم مأديه كمان باللعيبة الموجودة في أمم أفريقيا لو سي جي جاهزة رجالة نزلوه عشان نبدأ نناشو مع الكابتن عادل ده كابتن أكتر الجنسيات الأجنبية الموجودة في الدوري المصري من لعبين عندنا 27 لعيب من نيجيريا ما فيش ولا واحد منهم في أمم أفريقيا تونس عندنا 14 لعيب تونسي بس الموجودين في بطولة أفريقيا عندنا 8 لعيبة من المغرب واحد بس موجود في أمم أفريقيا من غني عندنا خمسة ولا واحد في أفريقيا عندنا خمسة من غانا ولا واحد موجود في البطولة بوركينا فاس وعندنا أربعة واحد بس المتواجد عندنا أربعة لعبين من الجزائر ولا واحد في أمم أفريقيا والكاميرون أربعة ولا واحد موجود مش تقليلا من اللاعبين وبقيت طبعا العدد أنجولا عندنا 3. أعتقد أنجولا عندنا واحد مبلول وعندنا واحد بس في البطولة. السنغال عندنا 3 و لا واحد. جامبيا 3 و لا واحد. موريتانيا عندنا 2 اللعيبة مش موجودين. ولكونغو عندنا 2 اللعيبة واحد منهم ومن تنزانيا. بالضبط الأنجولا واحد. ويدي باية القائمة مالي طبعا يا إليو بنتحدث عليك الجنوب أفريقي. الكونغو موجود بلاعب واحد مش موجود في المنتخب غينيا بيساو موجود لعب موجود هناك وكودفور لعب ومش موجود في المنتخب مع عدم تقليل طبعا من اللاعبين ومستوياتهم لكن عشان نفرز كمان دوري قوي لازم كمان يكون عندنا لعيبة محترفة لو ما كانش أحسن من الموجود عندك يبقى بلاش وفر العملة الصعبة ولذلك لابد يبقى فيه معايير لللاعب اللي يقش الدوري لمصر وبالتالي أنا لما أكون بقود الكرة المصرية يعني إيه معنى أننا اللاعب المحترف أنا قيد الإعارة وأقيد اللاعب المحترف بخمسة النهاردة السعودية اللي بتروح كاس عالم على طول كل أربع سنين كل نادي من حقه يقيد تمانية محترفين أعتقد ممكن جدا الرقم ده هيزيد تمانية محترفين بيجوا على أعلى مستوى الدوري السعود النهاردة نتفرج عليه المعايير أكابتني شايف أي يعني ممكن جدا نحط مثلا معيار أن اللاعب لازم يكون مثلا على الأقل يكون اللاعب دولي مشارك مثلا على الأقل عشر مرشات مع منتخب بلاده عشان يقدر يلعب يلعب في الدوري المصري يعني في إنجلترا مثلا يقول لك اللاعب لو ملعبش 75% من مباريات المنتخب بتاعه خلال السنتين اللي فاته صعب يكون موجود في البريمير ليج يعني في بعض الشروط كده ممكن تتحط عشان نعلي القيمة قيمة اللاعب المحترف اللي بيخش الدور المصري كابتن دولوقتي سيبك من الكورة دولوقتي لو أنت عايز تعمل أي منتج مش بتروح أوروبا بتجيب أو أمريكا أو أي حتة بتجيب أحسن حاجة علشان تصنعها في بلدك طيب أنا أجيب أشوف إنجلترا فيها إيه خمات نفسها ألمانيا فيها إيه القوانين اللي بتتحط بحيث أننا ما يبقاش فيه قيد على الناس أنا ما يكون عندي اللاعب اللي أنا هجيبه يكون في منتخب الشباب أو منتخب أولومبي السن يبقى في المعياره قد كده المبلغ اللي أنا هجيبه يبقى في حدود من كذا لكذا اللاعب ده الكشف الطبي على أعلى مستوى وبعدين المانع أننا كدولة أدعم بعض الأندية بحيث أن يبقى الدولي قوي النهاردة في إنجلترا مش بدعموا الأندية كلها في ألمانيا مش بدعموا وبعدين الحتة المهمة جدا وهي من أين لك هذا أنا النهاردة كنادي ميزانيتي 1 مليون 10 مليون 100 مليون الميت مليون دول أنا بشتغل في خلال الميت مليون دول ما ينفعشي أبقى أنا ميزانيتي 10 مليون وعمل عقود مثلا اللاعبها من 2 مليون يعني ما ينفعش عمل عقود أكتر من الميزانية أو أكتر الميتقدم للاتحاد كفاية الصمعة بتاعتنا في الفيفا أن أنا ما عنديش ميزانية أنا باحترمها وبالتالي أنا مش عارف أنا بجيب فلوس منين وأنا بصرفها فين وبالتالي كل الأمور دي لما يكون فيه اتحاد قوي بيختار مدربين وبعدين في حاجة مهمة جدا يا كابتن فيه نظام زوشقين باعتمد على سياسة طويلة اللي هي الناس ممكن ما تتحملهاش إن أنا أقول 8 سنين علشان نعمل منتخب قوي وليه ما تتحملهاش مدينة برضو مهم يا كابتن يعني خلينا نتكلم آه فيه جزئية فيه ديفوش شوية أو فيه عدم تخطيط لكن كمان ثقافت الناس لازم تتغير شوية لما أقولك أنا هعمل خطة أو بلان طويل الأجل لمدة 18 سنين لازم يكون فيه تقبل وخلال العشر سنين دول فيه أهداف الهدف الأولان اتحقق مثلا بعد سنتين الهدف الثاني بعد الثلاث سنين وهكذا الناس اللي بره اشتغل كده أنا متكلم على دول كبيرة يعني أنا مشتكلم على دول كبيرة جدا السنغال كل فرقها المغرب كل فرقها كلها على طول آه تتكلم على منتخبات الصغيرة والنشئين وشباب وقلومبي كل حاجة وقلومبي وفنين كبير وأول طبعا يعني السنغال طبعا عمليين متهمين جدا بالأجبال والنشئين اللي أنا أصده المرحلة الطويلة ما بقولش 8 سنين أو 10 سنين أو 12 سنين في خلال أربع سنوات أكون عملت البنية التحتية للمنتخبات دي النشئين والشباب والقلومبي الحتة الثانية وهي المهمة جدا اللي أنت عملتها وحسام وإبراهيم عملوها إن أنا أصدر لعيبة من سن صغير طبعا ده مهم جدا وبعدين علشان أصدر ما أجيبش وكيل لعيب أي كلام بتعاقد مع شركات من الشركات اللي هي في أفريقيا مش هنروح من أي حد اللي هي لها سمعة طيبة وتعاقد معها كأندية وكناء وكاتحاد كورة بحيث أننا اللعيبة دي بصدرها لأوروبا في سن صغير وبأرقام يعني أنا شايف الإعداد الحقيقة متفضلين علينا ببعض اللاعبين بأرقامهم معظمهم بلعبوا في الدوري الأوروبي في أندية درجة تانية أو أندية أقل شوية من الدرجة الممتازة طيب ليه أنا ما طلعش اللعيبة دي زي محمد صلاح ما طلع طلع في نادي مغمور الأول في بلجيكا وبعدين شوية شوية راح روما وبعدين روما طلع عند شيلسي وبعدين بعد شيلسي ريفربول الوضع الطبيعي أننا اللعيب لازم يمر على المراحل دي مش هياخد من الدوري المصري على طول يطلع يلعب في ريفربول على طول مش هينفع فلابد أننا يبقى عند السياسة دي مين اللي ياخد القرارات دي لابد أن احنا كلنا نقف وراء وندعم الاتحاد الكورة اللي جاي على أساس أن احنا يبقى عندنا المنظومة ديت ونصر عليها إحنا ربنا إدانا العقد صحيح علشان أمشي صح أشوف الناس بتعمل إيه وأحاول أن أنا ما بقولش أوروبا أعمل زي طبعا يعني نمشي بس نحط الرجلين على الطريق صحيح طبعا فريل الإعداد كمان دول أبرز لعيب الدوريات ما بينكو سين الضعيفة والدرجة التانية والتالتة بكاس أمم أفريقيا يعني بعض اللاعبين المميزين وده جزء مهم اللي احنا بنتكلم عليه أنك ممكن تبص على لعيب بلعب الدرجة تانية يعني إحنا عرضنا هنا في المحترف بعض اللعبة الصغيرة بتلعب في الدرجة التانية وبتلعب في الدرجة التالتة يقول لك يا عم ده تجاي المنتخب جاي بلعب درجة تانية والتالتة اللعيبة اللي قدام حضراتك دول بيلعبوا في أندية يعني كلها أندية آه درجة تانية ولكن عايش عايش جوى احتراف بيشتغل بشكل احترافي بشكل كويس وبالتالي هتلاقي لعيبة مميزة الجزئية ديت هتنقلنا ان احنا نهتم جدا باللعبين كمان الموجودين في دوريات الناس بتقول عليها الدوري السويدي والدوري الدنماركي والدوري مش عارف ايه اي عام اللي عندنا احسن وبالتالي لا دول الناس ديت انت عندك لعيبة كبيرة جدا جدا اثبتوا وجودهم في البطولة ديت ان هم لعيبة عندهم مستويات عالية ولعيبة محترفة وبالعبوا في انديات ما بينكو سين انديات درجة تانية وتالتة وليه ما نشتغلش احنا على الجزء ديت ان احنا الولادنا الصغيرين اللي بلعبوا في الدرجة التانية والتالتة ما تقولش في المنتخب يقولك لا يعمل اللي عندنا احسن اللي عندنا احسن ليه ببنان على ايه هاتوا وتابعوا وكبروا معاك وطوروا معاك ويبقى موجود معاك هتلاقيه بدل ما الراجل بيمدي بقى لو فرنساوي هيمدي الجنسية وبيلعب منتخب فرنسا والتاني لعب منتخب هولندا والتاني لعب منتخب ألمانيا فانت تواصل مع الناس ديت عشان تبني قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة زي ما المغرب عملت وبعض والسن غير بيعمل كده انك ده لا ده موجود في منتخب بلده ونفتح كابتن مورتانيا شوف مورتانيا مورتانيا وانت قلتلي حاجة برضو على الرأس الاخضر برضو يا عمر بالنزل كابتن عادي بيقولها الحاجة الآن تي الاحصائي اللي عملها فرق الاعداد احنا بنتكلم أربع لعيبة في الدورة الدرجة الثانية والثالثة في فرقة كامفيردي واربع لعيبة من غينية الاستوائية وخمس لعيبة مورتانيا المبلغ بتاع خادم يادياو مية خمسة وعشرين الهلال السوداني مية خمسة وعشرين الف يورو للهلال السوداني من أحسن لعيبة فوفانا فكوبروس موجود ميتين الف يورو ايه ده كل الارقام دي بص يا كابتن لو احنا بمس يا كابتن هاني للنجاحات بص لبروس المدير الفني لجنوب افريقيا قال لك انا عندي تسعة لعيبة من سان داونز بما فيهم طبعا برستاو قال لك واحد لعيب محترف برا بيلعب في دورة الدرجة الثانية الراجل مدير فني للكاميرون ومدير فني للرأس الأخدر وعنده خبرات في المجال ده ومسك في المغرب وحسين دواي ومسك فرق عمل بها انجازات الراجل بيقول لك انا عندي توليفة فيها انسجام في أداءهم بناء على توجهات بيني وبين مكينا المدير الفني لسان داونز في الشغل مع بعض تسعة لعيبة شفناهم في المباراة وقلنا عمر جنوب افريقيا ما يوصل اللي احنا شايفينه لابعد مدى مصبوط احنا بنتكلم على الورق اللعيبة اللي موجودة يا كابتن هيا اني قلت لحضراتك ممكن في الفاصل في لعيب في كابفيردي اسمه بي بي صاحب التتزيد ده الشهيرة من 40 يارضا راجل قعد من صغر سنه عنده 10 سنين فأحد ملاجئ التشارد في لشبونة والدته سابته لجدته فسابته للمكان ده لعب 30 سنة هو عنده 34 سنة ريام منديز كابرال منتيرو احسن خمس لعيبة في فرقة كل ده مولدين بره عشرين بره بالزبط بس الراجل بقولك احتقان اللي جالي نتيجة وجودي في الملاجئ رجعني الكرة وانا عندي 30 سنة هو عنده 34 سنة المدير الفني بوبيستا بقولك الاندية اللي عندكو في مصر كانت بتفوت خمس لعيبة عندي وانا بتكلم في المؤتمر الصحف ده انا مختنق تماما بالجزئية ده هي اللي ناخدد من ده برضو جزء مهم جدا ان احنا لو مش قادرين في الدور المصري نفرز في المستقبل القريب لعيبة على مستوى عالي سواء ما قدرناش نطلع لعيبة تحترف بره بشكل كبير او 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 لا احنا عندنا ملف تاني ممكن نشتغل عليه يوازي اللعيبة عندنا لعيبة مستوها جيد جدا على المستوى الدولي لو تحطوا في محاك جيد بيظهروا لكن مش عدد كبير يعني تلاقي دايما الفرقات ما بين اللي بيلعب واللي قاعد فرقات كبيرة شوية فعندنا ملف مهم جدا ان احنا نهتم بالناس المولودة من دلوقتي الولاد حتى الصغيرين لو بتتكلم عن مستقبل ولد عنده 13 سنة الوقتي او 14 سنة بيلعب في ألمانيا او بيلعب في هولندا او 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 تابعوا هاتوا وحافظ عليه ولو تقدر تدخلوا منتخبات الناشئين واربطوا في مصر وتابعوا هتلاقي في الوقت بعد 3-4 سنين بقى لعيب كويس استفدت منه وبقى موجود عندك في منتخب مصر نقطة تانية كابتن مهمة جدا اثيرت برضو في السوشيال ميديا على راتب روي فيتوريا والتعاقد معاه دلوقتي طبعا بيسيروا للمدير الفني طبعا لمنتخب نيجيريا موجود في قبل النهائي وتعاقدوا مع الاتحاد النيجيري بـ 70 ألف يورو في الشهر مقارنة طبعا بالرقم الكبير او اللي عليه علامات استفاهم الحقيقة لروي فيتوريا اللي هو يمكن لم يسبق له تدريب اي منتخب برضو تعقبك على الجزئية دي وازاي نصلح الجزئية التعاقد مع المدير الفني للمنتخب ومن رأيك المرحلة اللي جاية محتاجة مدير فني أجنبي ولا مصري وإدارة ملف المدير الفني للمنتخب المصري خلال الفترة اللي جاي انا بسأل اي مسؤول في الرياضة في الكورة من اللي بيد الحق ان انا قيم مدرب بالرقم ده لما كون انا عندي مدرب بيدينه 290 ألف يورو بالدرائب الفندق مليون جنيه في الشهر هو الجهاز مليون جنيه طب ما لو مكانه مش حمشي بيستضيف ضيوف لو مكانه مش حمشي بيستضيف ضيوف بصبت انا عمشي ليه عمشي ليه الأرقام دي معلومة يعني طلع في كل المواقع يعني 290 ألف يورو بالدرائب بياخد هو 240 طبعا الجهاز قاعد في فندق مليون جنيه ده غير البقى العربية والتزاكر مليون جنيه فانا المرضود بتاعي ايه لان انا يعني انا كدولة وكشعب يعشق كرة القدم فانت بتيجي على الحتة دي حتى في ديت لا تحصل الاختيار يعني قبل كده قلت لحضرتك في رينارد الرجل الفرنساوي اللي كل فرقة يخد رأي السعدي كل فرقة يخد ياخد ام افريقيا خد 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 مع زنبيا كاسب ام افريقية وكاسب الارجنتين وكاسب الارجنتين المغرب يروح كاسعلم ومش كاسعلم يروح بس يعني ضوف شرف يروح ويقدي الرجل النهاردة كل كل الدول بتتعاقد معاه ده ده انت شايف ان ده كمدرب وكشخصية ده يعني ده المناسب لمنتخب مصر خلال الفترة الجاية يتمنى حد يكلمه سواء نادي او منتخب هو اعتقد هو دول وقت شغال على المنتخبات اكتر هو مش مين مين يا كابتن اللي هو الاردو هنيرد ماشي انا بحسب بنتكلم على فيتوري هو ماسك حتى منتخب فرنسا للكورسة النسائية هيخلص العقد بتاعه في اغسطس الراجل ده انا كنت برشحه للمنتخب وللنادي الالي هو كان بياخد عشر تلاف دولار النهاردة طبعا وصل لمرحلة كبيرة النهاردة جزائر بالاجماع عايزين يجبوه انا ليه كمرحلة والراجل ده عنده من الفكر اللي هو المشروع ده كانوا عايزين ياخدوه في البطولة دي كدبوها بالزبط يكمل يكمل البطولة صحيح صحيح جزائر النهاردة واكتر من دولة عايزين طب انا ليه ما اخدوش وبعدين مش هيطه بالرقم ده وانا لما باجي اعمل عقد يا كابت مين اللي يعني صحيح العقد ده اللي بيكتبه انا لو انا بدفع جنيه او يورو من جيبي مش هحط الرقم ده من غير ما يكون فيه اه شروط والشروط دي لازم انا الشروط تبقى قوية انا انا الراجل النهاردة لما هديله المرتب ده المرضود بتاعه ايه بعد شهر فيه لجنة فنية بتقيم عمله الراجل ده على المستوى الفني على المستوى السلوكي على المستوى الاعلامي على المستوى النفسي بيتعامل ازاي مع القندية المباراة اللي هو بيختارها ايه البرنامج ده انا يبقى فيه لجنة فنية تقول اللي الاربع سنين دي انت هتحطي لي ايه هو ايه البرنامج لتالب ياب هو دلوقتي يقولك انا جاي عشان هعمل برنامج لمدة اربع سنين وخلال الأربع سنين دي على كلامه هو أنا هدفي الوصول لكاس العالم طب حد يطلع قال لنا البرنامج ده هيمشي إزاي فيه خطوات للبرنامج دي عمل يا كابتن برنامج إزاي مش طلع قال أنا هكسبكو بطلط الأمم في عشر عشرين هو بيقنع برنامج هو بيكلم على برنامج لمدة أربع سنين طب هل البرنامج ده تعرض هل هو طلع قال دي خطة الفترة اللي جاية أنا خلال السنة الأولى هعمل كذا كذا وحيكون هدف يعني تارجل بتاعي كذا وحققه امتى السنة التانية كذلك السنة التالتة كذلك السنة الرابعة كذلك لأن انت عامل عقد والعقد ده لمدة أربع سنين وبتاقل 200 ألف بالزيادة عشر في المية كل سنة وبالتالي رقم كبير جدا والغاية دلوقتي مفيش أي برنامج اتعرض ومعرفناش والناس مش شايفة أي حاجة الحقيقة الحمد لله كابتن هان إن ده مجاش النادي الأهلي يا كابتن ده إنك من ضمن المرشحين يعني مغالاته في السعر زي ما كابتن عادل بيقول بعد جمال بن ماضي 288 هو 200 ألف لا لا خالص أولا وصول لكاس العالم أظن المجموعة الاتحادية أظن لو إحنا مرحناش هنصعد يعني لو إحنا مرحناش الماتشات هنصعد فيعني هي هو الرجل هو ذاكي في الجوانب المادية لكن في الجوانب الفنية أنا بشوف إن هو الرجل بعيد جدا والحساب مش يبقى ليه الحساب على اللي قاعد معاه والاتحاد الكورة لما يكون في لجنة فنية لا أشوف اللاعب فلنت تتكلم فيه لنت بتتكلم فيه ده في غاية الأهمية تعال النهاردة كابتن جوريا كابتن كنت قريب منه جدا حاط في برنامج كل سنة بالأسبوع باليوم بالساعة أنا النهاردة هدي الأحمال قد كده الفترة دي هلعب الدولة الفلانية قبل ما تروحوا كاس العالم لعبتوا كم ماتش لعبنا أكتر من 11 ماتش تريبا لعبنا 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 كاس العالم شهرين كانوا 11 ماتش بس معكم لعبنا مع ألمانيا ولعبنا مع يغزلافيا ولعبنا مع اسكتلاندا كل ده بره برنامج يا كابتن محتوط وفي اتحاد الكورة لأربع سنين الكلام ده أنا لما يكون فيه لجنة يعني هو هنقش مين مع احترامي طبعا الناس الموجودين هنقش مين يعني لازم بيقى فيه لجنة فنية على أعلى مستوى لأن مصر تحتاج ده ده حقيقا مصر محتاجة ده علشان الناس بتتنفس كرة قدم حقيقا فأنا المفروض الحاجة دي تبقى موجودة في اللي جاي واللي جاي ده لازم يبقى وطني وأقعد أتناقش مع واحد واثنين وثلاثة من الوطنيين حطيلي برنامج لأربع سنين هتعمل إيه في قطاع النشيين هتعمل إيه في الفريق الأول بتعمل إيه أنا متفق معك لاحتراف إيه الدولة وزير الشباب بيعمل إيه كل أمور كل دي ملفات إن شاء الله هنتبعها طبعا خلال وجودنا هنا في المحترف زي ما قلت حضراتكم هنحاول بقدر إمكاني نساعد ببعض الأفكار وبعض البلانز وبعض الخطط اللي ممكن تساعد القرى المصرية بشكل كبير على ذكر طبعا الراحل الكابتن محمود الجاري يعني الله يرحمه وديكم شايفين من الثمار ومجهودات الله يرحمه كابتن محمود الجاري وصول المنتخب الأردني لنصف نهائي بطولة أسيا في إنجاز كبير جدا جدا ده أكبر دليل إن احنا لو اشتغلنا ببلان كابتن جاري الله يرحمه حط بلان كامل للمنتخب الأردني خلال تواجده قبل ما يتوفى والناس الحقيقة الغاية دلوقتي يعني مش نكره هذا المجهود الكبير وبيتنو على الكابتن الله يرحمه كابتن محمود الجاري وبالتالي العلم يا جماعة العلم هو الطريق إن شاء الله للإصلاح وأي حاجة تانية هتخدنا بره الجزئية دي للأسف إن احنا يعني بنهز لكن هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله ملف الكرة المصرية من خلال برنامجنا هنا في المحترف كابتن عادل بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا ربنا يخليك بتنورنا دائما شكرا بروفسير عمور يا رب يا كابتن يبقى في إصلاح للكرة المصرية كابتن عادل حط نقط نبني عليها الزرعة اللي تفضل معنا السنين اللي جاية كلها إن شاء الله شكرا شكرا لريكا عم شكرا كابتن شكرا واصل لحضراتكم دي كانتنا حلقتنا النهاردة إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف شكرا